بطلتنا شين كاتبة جميلة ولطيفة وبتعشى ابننا تانجة قوي من 4 سنين من ساعة ما شفيته وهي بتقدم في شركته بس كل ده في السر ومن طرف واحد وده لأنها مقدرش تعترف له لحد ما في يوم بتلاقيه بيطلم منها إنها تقابله فبتقول بس وأخيرا حس بي ولاحزني بقى بس بتلاقيه بيطلم منها إنها تساعده في إنه يتقرب من صاحبتها منج واللي مش بتكون مهتمة بيه أصلا بس بتكرر توافف هي بتحبه ومشان عليها كسرة قلبه البنت كلاون من أول هصم الله عليها وبنبدأ مسلسلنا النهاردة مع بطلتنا شين اللي بيكون عند صاحبتها بتفتر معاها وبتقول لها إنها عايزة تستغل فرصة إن منج تجاوزت وزحلقت تانج عشان تقرب منه وتهون عليه جرح وهو يمكن يحس بيها ويبص لها بعد حب 4 سنين فبتستغرب صاحبتها واللي هو يا بنت دم هزائك ومش معبارك وكلسها بيحب صاحبتك بس هي مش بتهتم واللي هو لا هلاقي حب زي دا كان مرة في العمر يعني وبعدين فيها إيه لو حاولت أكتر كمان مش يمكن تصبط المرة دي؟ وبتاخن منها كيكا نتطلبها منها وده عشان عيون تانجلك لتهون عليه أحزانه بس شكلها زودت أحزانه أول ما شافها بالكيكا من صباحات ربنا في مكتبه وبتفضل تفكروا منك وتقولوا أنا أنا عارفة إنها تجاوزت وحاليا في شعر العسل ومزح لأك بس ولا يهمة بكرة تقابل 6 ستاها كل الكيكا دي هتبقى أحسن فبيقول لأنا هكون أحسن لو بطلت أشوفك سدقيني وبعدين إيه كيكا دي دانتي لو بتعيريني مش هتعملي فيها كده يا شيخة غري من وش الله يسترق ورجع على شغلك يلا فبترجع وهي جرخ بيتها وراها عشان خطتها فشلت للمرة المليون بس بتكرر تسيب كل ده وتركز على شغلها بس تركيزها ما بيقعدش أكتر من ثانيتين شكله وأول ما بتخلص بتروحها لطول تستنى في الأسانسير وبتنزل معاه ولما بيوصل عند العربية بتاعته بتعمل نفسها العربية بتاعتها متعة طال عشان يوصلها وكده يعني بس بتلاقي بيقول للمساعد بتاعه خليها تسوق هي ويرجع هو بدري ولما بتركب بنتنا بتلاقي نفسها طالعة قد النملة في العربية ورجلها مش وصلة للبنزين ولسه هتحاول تعدل وأم تنجي عملوا ليها وطلب منها تسوق وتنجز فقالت يا مساهل وهي أكا النفسها هو اللي يوصلها وجو المسلسلات ده بس هو مال والمهم أنا معاه في العربية وفجأة بيقطع حبل أفكارها المساعد جاء وهو واف قدام عربيتها وشايفها وهي متصلحة وبكده يعرف إنها بتجدب ومن التوتر يعيني كانتها تتقلب بهم العربية بس لحقت نفسها وكررت تسوق باقي الطريق بسلام وبتفضل طول الطريق بتحاول تتكلم وتفتح معا موضوع منجل حد ما كان هيقتلها ولما بتكرر تغير الموضوع بتقوله إيه رأيك تخلي الشركة تندك أفلام جمهورها بنات فقال لها إيه رأيك تبق أنت المديرة التنفيذية للشركة بدالي فلمت نفسها وسكتت لآخر المشوور وأول ما بيرجع تانج بيته بيلاه أخته بتقوله إن أبوه أمه متخنقين والبيت متقهرب وده لإن مامته عزاي تجاوز فقارب وقت ممكن عشان هو خلاص هيتم التلاتين كمان تلات شهور وبكده هيعجز ومحدش هيعبره تاني تانت حضرتك شايفة شاكل منك عشان تقولي الكلام ده؟ ولا الغزال بها إردف عينهم وإن اللي حصل في الدنيا؟ بس مننا بيعرف يتصرفه بيقولهم إن اتلغاله فيلم ومهم كان هيشتغل عليه ودلوقتي خلال التلات شهور دول قدامه حاجة من الاتنين يقعد يدور على عروسة يدور على مشروع جديد يعوض الخسارة قبل ما سعر أسهم شركته تنزل فبيقوله أبوه دور على مشروع طبعاً بس أمه بتقوله دور على عروسة طبعاً وتز في المشروع فبيقعد يضحك عليها ويقولها إنه لو دور على عروسة وصاب المشروع الأسهم هتنزل ويخسره فلوس وده هيحرجها قدام صاحباتها اللي شاريين أسهم في الشركة هم كمان فبتقتنع والله هو كله إلا شكلي قدام صاحباتي وتاني يوم بتروح شن للسيد جاو المساعد وبتحضله في طرق راشو عشان ما يقولش التانج على موضوع العربية اللي كانت موجودة بارح دي فبيعرف إنها عملت كده عشان معجبة التانج الفكرة بقى إنه لما تانج بيشوفهم بيفكرها بتعمل كده عشان معجبة بالمساعد بتاع وبيفضل يفرق طولي اليوم وجوا آه عشان كده ساعدتنا قرب لصاحبتها لما طلبت منها آه يا شين يا خبيسة أما هي فبتنازل منشورة على الويب وكده طقت في دماغها وبتقول فيه إنها فقيرة فبيرد عليها فقيرة إيه بالفطار اللي انت جايبه النهاردة ده فبيتقلب الشركة وده لأنه عادة مش بيرد على حد فما بالك بموظف عنده بيكون الكل شاكك في طبيعة علاقتهم وتاني يوم بتعرف شيني إن الشركة بتدور على مشروع جديد عشان تنتقه حاليا فبتتكلم مع مدريتها بخصوص روايتها حلم لك اللي الشركة اشترت حقوق الطبع والنشر بتاعتها بقالها أربع سنين بس حتى تعرفوا محاولتهاش لفيلم لحد دلوقتي مع إن العقد بتا حقوق الطبع والنشر بيكونها إخلص كمان ثلاث شهور بس مدريتها بتقول لها إنه مش هينفع يعمل روايتها المرة دي وده لإن المدير تانج مش بيحب النوع ده من القشص الرومانسية فبتطلع من القوضة وهي محبطة بس بتكرر ما تستسلمش وتروح تكلمه بنفسها بس مش بتلاقيه في مكتبه عشان بيكون عنده مقابلة فبتكرر تروح له عشان تتفرج عليه ويتكلمه بعد ما يخلص بس بتلاقيه جاو طالع لها فبتعد تتكلم وتخزر معاه وهي بتصور تانج واللي لما بيشوفهم بيتدايق بس مش بيكون فهم هو متدايق ليه وأول ما بيخلص بتروح له شين وبتطلب تتكلم معاه بس هو بيرفضه بيقولها إنه مش فاضي وبيمشي ويسيبها فبتكرر بعد الشغل إنها تروح نفس الجيم اللي هو بيروحه واللي مشتركة فيه مخصوص يمكن تقابله صدفة دي لازقة لازقة وفعلا بتقابله وبتكرر تستغل الفرصة وتسأله هل لو كتبت سيناريو كويس هيقبل إنه يصوره ويكون المنتج الخاص بتاعها بس هو بيستغرب واللي هو وانت مين قالك إنه ممكن أوافق أكون منتج خاص أنا آخر يشوف السيناريو ولو حلو هخلي أي حد كويس من فريل إنتاج يمسكه فبتتدايق وده لإنها عايزاه هو وده لإنها مش بتصق في حد غيره كمنتج قصدي مش بتحب حد غيره من 4 سنين فهميني وبترتاح معاه وعايزاه هو علشان يكون منتج يعني وكده بس الجاحت بيرفض رفت قاطع مع إنها بتديله نظرة لطيفة تهز أجد عشانه بس هو مش بتفرق معاه فبتزعل وبتمشي وتسيبه وتاني يوم بتروح لصاحبتها هوان وبتشتكلها من عميله وهي مش طيقة نفسها فبتعد صاحبتها تتاري عليها وتقول لها خلي الحب ينفعك وانت قاعدة لا منك بتعترفيله ولا منك بتنسي حبه فبتقول لها إنها خايفة تضمر صداقتهم الحالية لو اعترفته وبتغير الموضوع وده لإن صاحبتها بتكونها تروح مشوار وهتسيب لها المحل بدلها وعلشان بنتين بيعة شطرة بتعرف تقنع بنتين أغنية كده يجوا للمحل بإنهم يشتروا حاجات كتير ومع إنه بيكون غالي إلا إنها كالعادة بتعرف تحقق مبيعات محترمة وبتضيف البنات على الويشات كمان فبتنبهر بيها صاحبتها وبتديها نسبة على المبيعات وبتشكرها على مجهودها وعند تانج اللي بيخرج مع صاحبه أبو عيون زي غدونج واللي بيكون هو اللي زقه يتجوز مينج ويخلص من زن أمه وبيقضوا سوا وقت حلو وهما بيشربوا وبيغيروا جوه وفي نفس الوقت بييجي لدونج رسالة من أخت تانج وده لإنها عايزة صورة مينج علشان ما متعد شوفها بس هو بيبعت لها صورة مينج وصورة صاحبتها شين واللي هو خلي أمك تشوف اللي اتنين أكيدها يعجبوها بس بسبب إن الشبكة بتكون وحشة وبتوصل الصور متل أغبطة بتفتكر أخته إن شين هي مينج وإن هي اللي بعت لها الهدوم النهاردة فبتت تصل على أخوها وبتعرفوا إن مينج دي دحكت عليها وخليتها تشتري حاجات كتير وبسبب ده خلصت كل الفلوس اللي معاها فبيقول لها حاضر هبعت لك فلوس أكتر واقعودي سكتة وعند شين اللي بتكرر تكتب جزء من الرواية بتاعتها على شكل سيناريو وبتقابل كاتب سيناريو معروف اسمه فين علشان تاخد نصائحه في كتابتها واللي بيمدح السيناريو بتاعها وبيقول لها تعديل للحاجات اللي عايزة تعديل ووقتها بيقابلوا المخرج العالمي لو واللي بيكون صاحب الكتاب فبيجي يسلم عليها ووقتها بياخد الويشات بتاع شين وبيمدح روايتها وده لإنه سمع عنها وبعدين بيمشي وبيسمهم يكملوا كلامهم وتاني يوم بتجهز شين السيناريو المبدأة بعد التعديل وبتروح لتانج عشان تقنعه بيه ولما بيرفض بتقوله بقى سمعت الأفكار الكل وجات على قرمت وبقيت مشغول فبيقول لها قدامك خمس دقايق طيب فبيقول لها طالما خمس دقايق اديني وقت باعش نرسم لك عشان ابسط شرح فبيقول لها ترسمي زي رسمك المنائل لحبيبك اللي من غير ويش على الويبه وده لإنها مبارح بتكون نزلت بص في رسمة الواحد من غير ويش وقالت إنه حبيبها المستقبل وكان أصداع عليه عشان كده ما رسمتش الويش فبتقعد تضحك وتقول له عادي لو تزنات في وش حبيب المستقبل هحط ويش خنزير مكانه فبيبصلها باستغرابه اللي هو ربنا يعينه يا بنت انتي ايوة ادع نفسك كتير بقى عشان هتحتاج الدع ده رسمة أنا بعزف على البيانو وعندي مواهب كتيرة فبيقول لها آه معادة الذكاء وده لإنها وهي بتتكلم بتشغبط على وشها ولسه يمسحوا لها قطيعهم المساعد بتاعه الفاصيل فمشيت وثبته وقالت له إنها تستنى رده وهم مروحين بيسأل تانج مساعده إذا كانت شين بتحبه بس هو بينكر ده تماما ولما بيسأله طيب ليه حضرت لك فطار بيقول لسه هيرد فبتقطيعهم شين اللي تدخل معهم الأسانصير ووقتها بيسكت ولما بيرجع تانج خطوة وراء بتروح جنبه بتقوله إذا ينفع يروحها معاه وده لإن عربيتها عطلانة يعني فبيقول لها إيه العربية لكل شوية طيعتها لدي ماتبعها وتجيب عجلة فبيقول له معلش أصل أنا عربيتي بتحتاج معاملة خاصة فبيقول له المساعد آه هي أكيد ساد أودت عربيتها للتصليح المراد وده لإنها مودتهاش مبارح فبتتشلي مكانها من الإحراج واللي هو ده أنا هنفخ وشك يا عم جوع على الفضايح دي وبتكررتها ترفله بإنها عملت كده عشان عرفت إنه جاب عربية جديدة وكانت عايزة تجرب تركابها مش أكتر فبيضحك تانجي عليها وبيقول لها طب تعالي خليك تجربها بجد المراد وبيخليها تركب جنبه وبيسوق هو فبيكون فرحانة إنه هيوصلها بس الفرحة مش بتكمل وده لإنها لما بتسأله عن السيناريو بتاعها بيقول لها إنه آه حلو بس مش هشتغل عليه حاليا وده لإنها قصة خيالية فهتكلف كتير وهتاخد وقت ومجهود وتكاليف والشركة حاليا عايزة تعود خسارة المشروع القديم في أقرب وقت فبتتدايق وده لإن قصتها هتتركن على الرف تاني ولما بيرجع تانجي للبيت بيتفاجئ بقط محطوط في موقف السيارات وشكل حد تخلى عنه فبيكرر يعتني بيه وبيطفي مع أخته إنها تقنع معها بالموضوع بعدين هتيجي عشان تاخدها وتاني يوم شين بتمسك جاو من قفا وبتهزو عشان باعها من قبل أول آلم فبيقول لها إنه بياخد مرتبه من تانجي وأكل العيش مفوش هزور وبتكرر شين تروح مع فريق كتاب عشان تكتب السيناريو وتعدله في مواقع التصوير لما يحتاجوا ده وبتنشغل مع كل الحاجات اللي وراها ومش بكل أي وقت تتنفس حتى لحد ما في يوم بييجي تانجي يزورهم في مواقع التصوير ووقتها بيلاقيها نايمة وهي قاعدة وبيعرف من الموظف إنها ما نميتش بقالها كتير من كدر الشغل فبيروح لها وبيعدي الوضعية نمها وبيغطيها ولما بتصحى وبتشوف الجاكت بتاعت تستغرب بس مش بتفكر كتير وبترجع للشغل اللي وراها وفي مرة بيجي لها اتصال من المخرج له اللي بيطلب يقابلها ضروري ولما بتاخد أجازة وبتروح له بتلاقي بيقول لها إنه قرأ السيناريو بتاعها وعايز يخرج الفيلم بتاعها ولما بتقول له إنه حقوق الطبع والنشر حالياً مع شركة تانج بيقول لها إنه عارف إن العادة يخلص خلال شهرين وعايزها تفكر كويس في قرارها وهلها تكرر تشتغل معاه أو لا فبتوعيده إنها هتعمل كده وتردله خبر ولما بيرجع تانج للبيت بيلاقي القطة قالب الدنيا ومخربش الكرسي فبيتصل على أخته عشان تيجي تاخد القطة حالاً الفكرة بقى إنه أخته وقتها بتكون مع صاحبه اللي عود دونج وبتكون خايفة تعرفه إنها معاه عشان هيهزقها فبتقفل معاه بسرعة وبتقوله يخلي القطة عنده لحد ما تيجي تاخدها في أقرب وقت بس القطة بتخربشه فبيتصل علشان يسألها يعمل إيه فبتاخده وبتعقم له الجرح بالراحة وبعدين بتقوله إنهم لازم ياخدوا القطة يكشفوا عليه علشان يعرفوا إذا عنده أمراض ولا لأ وهم خارجين بتشوف عنده شمشب حريمي فبتسأله عنه في الأسانصير فبيعرفها إنه بتاع أخته عادي فبتفرح وهي دخلة للعيادة بتقعد تهزر معاه وتقوله بكرة هتمزل صورنا في الأخبار تحت عنوان الرئيس تينج هياخد صديقته لي الكشف على القطة فبيقعد يضحك عليها ويقولها خيالك واسع بس لو حصل هنكر الخبر فورا فبتقعد تضحك ولما بيخلصوا كشف على القطة بتاخده عشان يتطعم بسبب إنه تخربش ولما بتلاقيه خايف من الحقنة بتقعد تعمل نفسها بتصوره عشان تشتده وبتنجح في ده فعلا وبعد ما بيخلصوا بيروحها بتسأله إذا عادي تاخدوا القطة ليه عشان تعتني بيها إذا هو مش عايزها فبيقول لها عادي مش عايزها فبتاخدها فعلا وتاني يوم لما أخته بتيجي ومش بتلاقي القطة بتقعد تسحله فبيوعدها أن هيجيب لها قطة تانية وبيمشيها من بيته ولما بتعرف من ستوري شين إنه هي اللي خدت القطة بتقعد تقول بعني عشان منج بتاعته وده لإنها فاكرها منجة أصلا وبيطلب تانجي تجديد العقد مع رواية شين بس هي بتتردد ومش بترد عليهم على طول وده لإنها خايفة ليلكن الرواية على الرف تاني بس بتفكر إنه عمل كده أكيد عشان عارف إنها بتحبه وله هو طالما الوضع كده وهو الفترة الأخيرة تصرفاته غريبة خلينا نروح نعترف بقى وفعلا بتلبس فستان أحمر وبتتشايك وبتروح تقابله وبتسأله عن سبب تجديده للعقد وهل ده عشان الرواية ولا علشانها فبيقولها مش فرقة نفس الحاجة ولما بيسألها عن إذا كانت معجبة بيه أو لا بترد تقوله خامن ولما بيسكت بتقوله طيب لما أنت عارف بتسأل لي فبيقولها من إمتى فبتقوله من كم شهر بس فبيقولها طيب حبيتي فيها إيه فبتسكت وبعدين بتقوله انت وسيم وغني وكلك مميزات ما حبكش ليه مش فهمة فبيقولها بس كده فبتقوله آه أمه ليه فبيقولها إنه شايف إنهم مش مناسبين لبعض فبيتكسر قلبها وده لإن رد عليها بشكل رسمي ونهائي زي ما يكون ما عندوش أي زرة إعجاب حتى فبتعيط وبتيجي تمشي وهي منهرة ووقتها بتخبط في جاي وبس بتكمل ماشي وهي متحصرة على الأربع سنين اللي حبته فيها وبتلوم نفسها عشان اعترفت بس فجأة بتكرر ترجع وبتقوله إنه في كم كلمة محشورة في زورها وده لإنه غبي عشان طلب منها إنها تساعده إنه يرتبط بواحدة تانية وإنه متخلف عشان بيديها أمل زايف وبيضحك عليها وبيجدد العقد مع روايتها اللي هو مش بيحبها وبيتصل عليها دناً عن كل المغزفين عشان يسأله عن القطة واللي هو لو أنت مش بتحبيني بتعمل كل ده ليه وبتلعب بمشاعري وبتديني أمل زايف وبتمشي من عنده وقلبها مكسور ومش عارفة تعمل إيه وبتفضل طول الليلة عيط وهي حزينة وقلبها مكسور وفجأة بتتصل عليها أمها فيديو فبتحاول تزبط شكلها وبعدين بترد عليها وعلشان قلب الأم ما بيغلطش أمها بتعرف على طول إنها عياطت فبتقلع عليها هي وأبوها وبتعطي قلهم أعذار بس بيقفشوا إنها بتجدم ووقتها بتقولهم إنها اعترفت لواحد ورفضها فبيقعدوا يشتموا في العبيت اللي رفض بنتهم الغالية هو عبيت فعلاً أنتم معاكوا حق دي أمر وبتقفل معاهم بعد ما بتطمنهم عليها وبتاخد كمي يوم أجازة من الشغل عشان تريح وفي نفس الوقت بيسافر تانج الماليزي عشان يخلص شغلي وهناك بيكون مش قادر يبطل تفكير فيها لدرجة إن صاحبه بيلاحظه بيجرجره لحد ما بيعرف إنها اعترفت له وهو رفضها بسبب إنها قالت إنها بتحبه عشان شكله وفلوسه فبيقول له أنت عبيته صدقتها لما قالت كده وبعدين أنت مستني منها تعترف بمشاعرها وتقول لك بعدها مية سبب لحبك ليه يعني فبيسيبه وبيرجع لقوته وهو بيفكر في كل مواقفهم مع بعض وشكل مشاعر شين مش من طرف واحد أصلا ولما بيرجع تانج بيقرر يروح يزور شين في مواقع التصوير فبتقعد تتكلم مع المخرج عن فكرة إنهم يخله شخصية موجودة في المسلسل يحصل لها حادثة باشعة تخرم رئة ويتعذب عشان رفض شخصية لطيفة في المسلسل واللي هو حتى لو هو شخصية كويسة فكرة إنه جرح حد لطيف دي جريمة لوحدها ولازم ياخد جزاءها وبيكون تانج يعني مصدوم اللي بيسمعه ولما بيقوم المخرج وبيحاول يتكلم معها بتتجهله وبتمشي وتسيبه وبتروح شين لصاحبتها وبتقعد تحكيلها عن اللي حصل وهي متضايق ووقتها بتيجي دين أخت تانج مع صاحبتها فبتخليهم يشتروا أغلى حاجة في المحل فبتعترض أخت تانج وده لإن السعر أغلى من المرة اللي فاتت وهي جايب حاجاتها أقل أصلا فبتقول لها شين إن دي الأسعار الطبيعية للقطع اللي اختارتها ومش بتقول لها إن دول أغلى حاجة فبتترد الدين وبتطلع تكلمه وبتقول له إن مينج اللي رفضته بتتنمر عليها وبتخليها تشتري حاجات غالية فبيستغرب وده لإن مينج أصلا في شهر العسل فبيقول لها عندها حسن على خدها اليمين فبتقول له أوه فبيقول لها دي شين صاحبتها مش مينج ويدفع من بطاقتي عادي براحة تكليها بين حسابات وهي بتصفيها فبترجع وبتدفع فعلا ووقتها بتقول لهم تعرفنا مين فبيستغربوا واللي هو هنعرف منين يعني فبتقول له مسلان أخت تانج فبيستغربوا كلهم واللي هو مش تقول يا بنتي من بدري وبتديها صاحبة شين هدية مجانية أول ما بتعرفه وجود إحنا أهل خلاص واعتبرين أصحاب وتعالي المحل لوقتي ما تحبي حتى لو مش هتشتري حاجة وبيطلب المخرج له إن يقابل شين تاني وبيفتح معها موضوع القصة تاني ولما بتتردد بيقنعها وبيقول لها إنه مجرد ما هتوافق هيبدأ شغلة على السيناريو ومش هيركنها أبدا فبتحس إنها اقتنعت وبتبلغوا بده وبتكرر تمزي معاه بعد ما تخلص وما تجددش عقدها مع شركة تانج وتاني يوم لما بيسألها المدير عن التجديد بتحققه الملكية بتقوله إنها مش ناوية تجدد معهم خلاص وبيتصدم الكل لما بيعرف إنها كاتبة كتاب حلم لك وبتنزل على ويبو بوست بتقول فيه إنها مش هتجدد عقدها مع شركة تانج وهتتعاون مع السيد لو فبتتقل بالدنيا وده لأن المعجبين عملوا قيمة بكل واحد اسمه لو وممكن توقع عقد معاه كل ده وتانج مولع بسبب إنها بتتجنبه من ساعة اللي حصل وكمان رفضت تجدد العقد وعرف إنها خرجت مع المخرج لو فطلب منها إنها تجيله على مكتبه ولما بيحاول يقنعها تجدد العقد بتقوله إن قصتها محتوطة على الراف عنده من 4 سنين وما فكرش حتى يقراها مع ذلك جاي دلوقتي يقول لها جدد العقد وله هو أنا إيش ضمن إنك ما ترجعش تركن قصت تاني وبتمشي وتسيبه ومش بترضى تقوله هي بعد حوق النشر المين بالضبط بس بيتأكد من إنه المخرج العالمي لو لما بيلاقي نشر البوست بتاعها عنده بيلمح لحاجة فبيكون مش طيق نفسه ولا طيق حد ولما بيقابل لو شين في مطعم بالصدفة بيكون هيولع في كل حاجة قدامه بالذات لإنه عارف له وده لإنه كان زميل سكنه أيام الجامعة وبيفضل طول الوقت بيفكر في كلامها ولما بيبعت لها رسالة بيلاقيها بتتجهله ومش بترد عليه فبيكون وحشي ومش عارف يعمل إيه وبسبب ده بيكون متعصب طول الوقت في الشغل وبيعرف مساعده جاه على أقل حاجة وبتكرر شين تستقيل أول ما تبدأ شغل على السيناريو بتاعها وعلشان كده بتخلص كل الشغل اللي في إيدها وبتنسحب من الفريق اللي كانت شغالة معي وبتبلغ مدرتها بكده وبتروح كمان تبلغ تانج بداه اللي بيتجلن أول ما بيعرف إنها ناوية تستقيل وبيحاول يخليها ترجع في كلامها بس هي بتصر على موقفها وبيبعت له العقد لشين واللي بيعجبها جداً وبتفرح بيه وبتكرر توقع عليه على طول ولما بيقابل تانج شين بيحاول يقنعها تاني وبيقول لنا هيكون المنتج الخاص بتاعها لو عايزها بس ترجع ومع ذلك هي بتصر على رأيها واللي هو أنت أصلاً مش مهتمة بالقصة أو الحبكة وهتكون بتبصلها بجانب مادة مش فني وعشان كده أنا مش موافقة عليك وبتمشي وتسيبه ووقتها بيقول صاحبه إنه باقي لسه كام يوم قبل نهاية العقد ويقدر يبدأ في الفيلم على طول وبكده هيحطها تحت الأمر الواقع بس هو بيرفض بيقوله إنه مش عايز يصعب الأمور عليها وبيحس على دمه أخيراً من أول المسلسل وبيكرر يقرأ قصتها واللي بتشده جداً وبينتمك فيها وبيتأثر بالرسائل اللي هي كانت حطاها في أول وآخر الكتاب اللي كانت اديت هولو دي أول مرة شفيته فيها وبيفضل يفتكر لقاءهم سواء وبيتأثر وبتعرف شين إنه في معجب لها طلب ألف نسخة من كتابها بعد ما تم قاعدة طبعه لما الناس عرفت إنه هيبقى عمل درامي ووقتها بتكرر شين تشكر المعجب ده واللي بيطلع دين أخت تانج وبتروح شين تقدم استقالتها أخيراً لتانج واللي بيتجنن وبيحاول يمنعها بأي شكل واللي هو لو عايزة تخلصي شغلة على السيناريو وبعدين ترجعي أنا راضي بس ما تمشيش وكل ما تمشي يسحبها عشان ترجع تاني ما تطلعش فبتتعصب عليه وده لإنه بيتصرف بغرابة واللي هو لما اعترفتلك رفضتني ودلوقتي لما ببعد بتقربني ليه فبيقول لها يعني أنت نسيتيني بالسرعة دي فبيقول له آه عادي أصلاً ده كان حب شهر ولا حاجة وانسيته على طولها وجع دماغي بيه ليه فبيقول لها يعني بتحب يوشي وفلوسي بس ومش حاجة تانية فبيقول له آه هحبي فيك إيه يعني غير كده فبيبعد عنها وبتطلع تمشي وكل واحد جواه نار مش عارف سببها وإحنا عارفين إن كل واحد فيهم بيكابر بس نقول إيه بقاه وبيفضل كل واحد فيهم مكتئب بسبب اللي حصلوه برغم ده لما بيعرف تانجي إن أخته بتوزع كتب عليها شين بيقول لها تعمل حسابه ولما بيلاقيها بعدها نشرع الويب وبتاعها إنها توزع عشر نسخ عليهم توقيع شين بيقول لها عايز نسخة موقعة ولما بتعرف شين ده بترسمله على كتابه شكل خنزير وأول ما بيشوفه بيقعد يضحك وبيغضو وبيمشي وبيطلع تاني مع صاحبه يشرب وهو متضايق فبيقول له صاحبه دي ثابت الشركة مش الحياة يعني تقدر تلحقها حتى لو طلعت للأمر هو أنت ألاقي اليابني ولا إيه فبيكرر يعمل بنصيحته ولما بيلاقيها نشرع بست بتقول فينها فرحان عشان صاحبتها بعتت لها زرف أحمر وده عبارة عن زرف لونه أحمر وبيحط السنين في فلوس كهداف الأعياد والمناسبات وكده يعني فبيكرر ابننا إنه يبعت لها عشر أزرف ولهو لو ده اللي بيفرحك خدي طب على فكرة بقى أنا كمان بفرح بيه وممكن تفرحني معكم بس الفقرية مش بترضى تقبل الظرف وبتطنشه حتى لما بيتصل عليها بتزحلقه غامل فبيكرر يسهر هو وصاحبه عشان يستخدم الاستراتيجيات اللي كانت شين بتقولها له عشان يزبط منه وبيفضل يدور على الحاجات اللي شين بتحبها عشان يبهرها بيها بس دونج بيزق منه وبيدخل ينام ومع ذلك بيقعد يتخيل هيبهرها ازاي عشان تحبه بس في كل مرة بيلاقي إنه خطته فاشلة فبيكرر ينام وخلاص دلوقتي وبينشر تانج البوست اللي كانت بتحتفل شين فيه بإنه وقعت العاد وهتبدأ شغل على قصتها عنده فالدنيا بتتقلب واللي هو مش هي سابت شركتك انت بتنشر لها ليه وعلشان كده بيكرر له إنه يستعجل ويبدأ شغل على السيناريو على طول وعلى حظهم بيتعب الكاتب الرئيسي للسيناريو وبيطلع عنده سرطان في المعدة فطبعا بيوقف شغله وبكده بيوقف الشغل على السيناريو وفي يوم ودين قدم عشان وصحبتها وان في المحل بيدخل عليهم دونج مع عارضة أزياء حلوة وبسبب ده بتولع دين اللي بيكون معجبة به بس مش بتبين وبيعرض تانج علشان إنها ترجع تاني الشركة وبيقول لها إنه قرأ قصتها بجد المرة دي وإنه يقدر يساعدها بما إن الفيلم توقف الشغل عليه بس هي بترفض وبتمشي وتسيبه ولما بيجي لها اتصال من لو بتروح تقابله وبتلاقي بيقول لها إنها تقدر تكون هي الكاتبة الرئيسية للسيناريو وده يساعدهم جدا في إنهم ينجزوا يعوضوا غياب الكاتب فبتوافق على طول وبيواجههم مشكلة إن المستثمر بيقرفهم وبيتدخل في اختيار الباطل وده اللي مش بيعجب له وبوقتها بيقابلهم تانج وبيطلب إنه يكون مستثمر رئيسي في الفيلم وفي المقابل مش هيدخل في أي قرار يخضوه بخصوص الطائم أو أي حاجة تبع التصوير فبيكون له عجب العرض جدا بس بيتردد وده لإنه خايف ليكون ده حاجة مش مريحة لشين وبيكرر يسألها الأول ولما بيتكلم معاها بتقوله إنها ما عندهاش مينع وإن وجود تانج مش هيضيقها وبتقوله يختار المستثمر اللي هيعجبه عادي وبتروح دين لتانج وبتقولها إنها عايزة تشتغل عرضة أزياء فبيكون فاهم إنها بتعمل كده عشان غيرانها من حبيب الدونج الأخيرة واللي تبقى عرضة أزياء وبيقولها إنه فاهم دماغها وبيخليها تنزل تشتغل عنده في الشركة في قارب وقت عشان تشغل نفسها بس هي بتكرر إنها تسكتوا بإنها تعرف إن شين عايزة تنقل بيت جديد قريب من مكان شغلها فبيكرر يستغل المعلومة دي ولما بتنقل شين بتتفاجئ بيه وهو جاي بيساعدها وده لإنه خلى دين تنزل الشغل برضو واللي بيكون محتاسة فيه وده لإنها مش متعودة على حاجة وجاي بدل عشان يشيل معيها في الأول بترفض بس بعد كده بتكرر تطلع عليه القديم والجديد وبتهد حيله وبعد ما بيخلص بتنط علي عشان تمنعمل إنه يشرب من نفس إزازيتها فبيتغرقه طبعا بالحركة دي فبيقولها طبعا أنا شربت وخلصت للأفوارة بقى ولما بيعرف إن إيه ده تلاوت وهو وجعيها بيجيب كمدات تلج وبيفضل يعتني بيها وبيكون هي متأثرة من قربه جنبها بس بتعمل نفسها مش فارق معيها واللي هو كله إلا القرامة حتى لو إنت مز وحلوة يعني وبنعرف بعدين إن تنج نقل بالصدفة البحثة للشقة لقصات شين وده لإنه لما عرف إن نخته هتكلم ابن عمها وتطلم منه يلاقي شقة لشين اتصل هو كمان عليه وقال له نعايز الشقتين يكونوا قدام بعض أهم حاجة فبيساعدوا من عمه وبيتجمع البنات مع بعض في بيت شين وبيحتفلوا به ناس بتنتقالها للبيت الجديد وبتروح لازم ليتها في الشغل القديم وبتسألها تعرف دين منين وده لإن فيه إشاعة إنها حبيب التنج الجديدة بس بتتصدم لما بتعرف إنها أخته وده لإنهم بهدلينها في الشغل وعند تنج اللي بيكونها يموت ويشوف شين بس مش عارف إزاي بسبب أخته اللي نطت عنده بعد ما خلصت صغر وفضلت تسأله عن مشاعره اتجاه شين فبيقولها إنه معجب بيها وعشان كده بيلحقها فبتتصدم من إن أخوها اعترف بنفسه ولما بتكتر فيه الكلام بيأخدها وبيطردها وبعدين بيروح لشين واللي بترفض تفتح الباب وبتفتح الشباك الصغير بس وبتكلمه من وراه وبعدين بتحكيله عن إنها وهي صغيرة كانوا بينادوها يا طغية وده بعد ما سأله عن اسم الدلع بتاعها وتاني يوم بيجهز لها تنج الفطار وهو متحمس وبيعمل نفسه قابلها بالصدفة وبيضيها الفطار ومع إنها بتكون متأسرة بحركته دي إلا إنها بتحاول تتجاهل ده عشان ما تتجرحش تاني وفجأة بتعتذر واحدة من الممثلات اللي بيشتغله مع تنج وبتتحجج بإنها مريضة ومع إنه بيكون عارف إنها بتعمل كده عشان تاخد دور البطولة في فيلم شين إلى إنه بيوفق على أساس إنه يسهل الشغل ليها مع إنه لسه متزحلق منها الصبح بس الحب بقى وبتروح شين مع دين مع أهوان وبيحتفل وبيشربه كتير وبتتصل دين بأخوها عشان ياخدها هي وشين ووقتها بياخد دونج معاه وبيطلم منه يروح دين وبياخد هو شين عشان يروحها واللي بتفضل تشتم فيه وتهزقه طيل الطريق وبتغلبه لحد ما بيدخلها بيتها وبتفضل ماسكة فيه ومش عايزة تسيبه وبتقعد تقوله إنها مخبية عنه سر مهم وهتقوله له لو هو قال نصه ولسه هيتكلم لقاها نامت في سابع نوم فبيكونها يموت ويعرف السر بتاعها ايه فبيكرر يسألها الصبح ولما بتصحى الصبح بتتفاجئ لما بتلاقيه مغير هدوم وقاعد في بيتها ومجهز الفطار كمان ولما بتقوله عرفت الرقم السر بتاع الدخول بيقول لها معرفوش أنا هنا من مبارح بس بيكون واضح إنه كدام وده لقيه إنه غير هدومه ولما بيسألها عن السر بتاع مبارح بتقوله إنها مش فاكراه فبيقولها مش مهم المهم إن حابب أوضح إنه ما كنتش بحب منج أنا بس كنت عايزة لحقها علشان أمي كانت بتزن علي عشان أتجوز وكانت مفكرة إنها حد مناسب يعني ودلوقتي عرفت الفرق من حد ظروفه مناسبة وحد مشاعره مناسبة وبيمشي وبيسيبها بعد ما بيقولها إن خطر تخلي الرقم السر بتعبتها عين ميلادها فلسه هتشتم وقالها عموما الرقم السر بتاعي هو عين ميلادك برضو وبيمشي وبتتفق شين إنها تروح مع فنج ولو عشان يكلوا ويشوفوا فيلم عشان يشوفوا السوق عامل إزاي بس بيتفاجئوا لما بيعتذر فنج فجأة وبيكون بيعمل ده عشان يسوم لوحدهم بس هم مش بيهتموا وبيحضروا الفيلم عادي ووقتها بتشوفهم صاحب الدين وبتصورهم ووقتها بتقول دين لأخوها عن إن شين ولو وراحوا السينما مع بعض واللي بيولع طبعا فيه ثواني بسبب الصورة وده لإنهم سافر أصلا وقتها وبيكرر تانج ودونج ودين إنهم يروحوا أكاديمية التمثيل عشان يدوروا على بديل الممثلة اللي اعتذرت وفي نفس الوقت بتروح شين ولو وفنج للأكاديمية وده لإنهم قرروا ما يشتغلوش مع الممثلة دي ويشوفوا حد غيرها يعمل دور البطولة والحمد لله كلهم مش بيكونوا مناسبين وبيكونوا محبط بسبب ده لحد ما بيلمح بنت جاملة تنفع للدور فبيطلع يجري عليها وبتطلع دين ولما بيعرف إنها أخت تانج بيعتذر منها وده لإنه فكرها بتدرس تمثيل هنا وبيعرض عليها تقوم بدور البطولة وده لإنه لايق عليها وبتشجع عشان وفنج الفكرة ولما بيشوفهم تانج وبيعرفهم ما عايزين إيه بيقول دين إن الاختيار ليها وهو هيدعمها أيا كان فبتكرر دين تفكر في الموضوع وبتكون دين مترددة جدا وعشان كده بتقولها عشان إنها تيجي تقابل لو تتكلم معي ولو اقتنعت أوك ولو لا خلاص براحتها وفي الطريق بتقابل دونج اللي بيحاول يقنعها تبعد عن المجال ده بس هي بتطنشه وبتمشي وبتروح هناك وأول ما بتدخل بتسلم علشين وبعدين بتقعد معلوه وبتعجب جدا بالتمثيل وبتحس إنها عايزة تدخل المجال ده بس بتكرر تفكر أكتر في الموضوع وبيعرض المساعد جاو على تانج فكرة إنه يعمل نفسه تعبان أو سكران قدام شين عشان يصعب عليها وتساعده وفعلا بيشرب وبيرش نفسه بالكحول عشان يبان دايخ خالص ووقتها بتساعده فعلا وبتفضل سنديه وبتنيمه على الكنبة وبتشرابه مية بعسل وبتغطيه وبتعد تعكسه كل ده وهو فرحان وعايز يروح لجو يبوس راسه على الفكرة بس الفكرة مش بتكمل وده لإنه بيصحى الصبح وبيلاقيها أفشاة وده لإنه صحب الليل عشان يشربه وكان بينه النفايق وده لإنه حاطت كاميرا في الصالة عشان القط بس أفشيته هو بتل القط وبتفضل تهزق فيه وبعدين بتطرده وبتكرر دين إنها تشتغل ممثلة فعلا وبتعمل جروب ويتبلغ الكلب ده وفي وسط ما كل حاجة ماشية زي الفل وبيطلع خبر غريب بيقول إن شين سرقت فكرة الكتاب بتاعها من كاتب تاني نشر قبلها في فترة بسيطة في الأول مش بتهتمشين بالموضوع وده لإنها إشاعة عبيطة مطلعة صفحة أخبار مجهولة بس فجأة تتكلم الممثلة اللي كانت هتبقى البطلة بس لغوا التعامل معها في مقابلة عن الخبر ده وبتقول لهم إن ده السبب اللي منعها من إنها تشترك في الفيلم وده لإنها بعد ما رفض ويخضوها معاهم حاولت ترجع لشركة تانج بس هو رفض يرجع يوقع معاها تاني أصد مش لعبة هي وعلشان كده هي متضايقة منهم وقالت كده الفكرة بقى إن وتانج في اجتماع مع مجلس المساهمين وبعد ما أقنعهم أخيراً إنهم يستثمروا فيلم حلم لك الخبر بتاع السرقة الأدبية ده بقى تريند والكل بدأ يهاجم شين ويكتابها فأجله الموافقة على الاستثمار الفكرة إن كل شوية الموضوع يكبر ويهاجمه شين والدنيا بتتقلب أكتر فبيكرر تانج إن يحقق في الموضوع ويعرف مين اللي وراء اللي حصل ده كله وفي وسط كل ده بتنهر شين خصوصاً بعد ما بيوقفوا نشر كتابها وبيشلوا من المكاتب وفجأة بتيجي دين لشين وبتاخد عشان تروح معي هاوه ووقتها بتلاقي تانج متفق معها على ده عشان يطبخ لهم أكل وبيفضل طول ما هو قاعد يأكلها ويقطع لها الأكل ويهتم بيهودين قاعدة في النص ولا أجدعها رجل كنبة وبعد ما بيخلصوا بتشكروا شين وبتعتذر منه وصاب المشاكل دي فبيقول لها إنه مصدقها وعارف إنه دي حاجة مش في إيه ده فبتفرح إنه مصدقها وبتشكروا على ده وبتدخل بيتها وبيعرف تانج إن اللي وراء الحاملة دي شركة منافسة لهم وهي هي الشركة اللي الكاتبة اللي فيها بتتهم شين بالسرقة فبيروحوا بيتكلم مع صاحب الشركة وبيحذروا بهدوء عشان يوقف الحاملة العبيطة دي وده لإنه المرة دي بيتكلم والمرة الجاية هينزل عليه بالدعاوة القضائية وبيمشي ويسيبه ولما بيرجع شين للبيب بيلاقي أبوه مستنيه هو ودونجه ولما أبوه بيعرف إنه مصدق الكاتبة بيقول له يمشي وراء دقوي ويخلي موقفه سابت وبيشجعه كمان وبيمشي وبيسيبه والتب قشين تكتب من الضغط ده كله مع إنها بتكون عندها مخطوطة قديمة تقدر تثبت بيها إنها صاحبة الفكرة إلا إنها بتكون ضاعة وبيفضل المستثمرين يضغطوا على تنج اللي مش بيهتم بكلامهم وبيقناعهم إنه هيلاقي الدليل قريبه وبيقولهم إن لو ما نجحش في ده هيقدم استقالته من الشركة كلها وبنرجع لشين اللي بتكون محترى أكتر بسبب التشبه واللي حصل ده واللي هو طيب حتى لو طورت خواطر وانا وهي كتبنا نفس الفكرة ليه هي على طول افترضت إن سرقتها فبتشك في الكاتبة التانية دي أكتر وبتحس إن دي من الصدفة ما بادر يا غالية وبتحس بلياس بسبب كل الهجوم ده لدرجة إنها بتكون عايزة تعتذر عن حاجة مع عملتهاش أصلا بس عشان يقف الهجوم ومحدش تاني يتضر بس أصحابها بيمنعوها عندها وده لأنه لو قالت إنها سرقت الفكرة هينتهي مستقبلها ككاتبة للأبد وهتبقى وصمة عرع رأيسناها وبسبب كل الضغط ده بتفضل شين تكتب أفكار مها ببيبة عندهم كم يوموه هناك بيطلع لها أبوها أول نسخة ديتها له من كتابها وبيوريها مذكراته اللي بيتكلم فيها عن الكتاب وعن قد إيه هو فخور ببنته عشان تلعي الكاتبة شطرة فبتعرف إنه عارف بخصوص خبر التزوية فبيقول لها أكيد هعرف ما أنا عندي تليفون والنبت كله بيتكلم عنك وبيشجعها علشان ما تيقسش وتستسلم وتسيب حد تاني يسرق حلمها من قدامها فبتعايته بتشكره على دعمه ده وبتسحى تاني يوم وبتلاقي الدنيا تقلبت وده لإن تانج نزل بوست رسمي بإسم شركته بيدعمها فيه وبيهدد أي حد ينشر إشاعات إنه هيقضيهم فبتكرر تجعز عشان ترجع تاني لعندهم وأول حاجة بتعملها هي إنها بتروح عند تانجه وبتتخاني معي عشان معنى إنه ينزل بوست رسمي ويعلن إن شركته بتدعمها ده هيخلي الهجوم كبير عليه بالذات لو معرفوش يثبته إنها ما سرقسش الفكرة فبيقول لها إنه مؤمن بيها وعرفها وعلشان كده عمره ما هيتخلى عنها وبيطمنها إنه هيتصرف بخصوص المشكلة دي وهيحلها وهي كل اللي عليها إنها تركز في كتابتها وملهاش دعوة بالباقي وبيبدأ تانجه يخلي شركته ترفع دعاوة قضائية ضد كل واحد بيشتن في شين وبيهاجمها وفي خلال الوقت ده بتكون دين غرقانة في بحر كتب بسبب اللي بيسر عليها إنها تقرأ كل ده عشان تتعلم أساسيات التمثيل فبتقعد بصوت واتش تشتن فيه وفي نفسها وفي قرارها في التمثيل من أساسه وبيكون له سامعها ومستلطفها جدا معا حق بصراحة وبيجتمع له شين وتانجه واللي بيقول لهم إنهم لازم يحاولوا يخلصوا السيناريو في أسرع وقت ممكن وده لأن طول ما الكاتبة التانية سابقاهم في الكتابة طول ما هم فضع أسوأ بلس إنهم عايزين يخلصوا بدري عشان يصوروا الفيلم كمان قبلهم فابيا ويعدون إنهم هيحاولوا يعملوا كده فعلا وبتكون شين مشغول بالها بحاجة واللي هي إن ليه الكاتبة التانية على طول افترضت إنها سرقت الفكرة ليه ما قالتش إنه عادي يكون توارد أفكار وده شيء وارد في الكتاب عادي أصلي شينجت لها فكرة القصة من حلم حلمت بيو صحي الكتابته فأكيد الكاتبة دي ما حلمتش نفس الحلم هي كمان إلا بقى لو كانت أرواحهم مرتبطة ولا حاجة وده شيء مستحيل فبيقول لها تانج إن الكاتبة التانية أكيد بدأت الهجوم بسبب إحساسها بالزنب وده لإنه واضح إنها بشكل ما سرقت فكرتها فبتحتار شينو اللي هو إزاي يعني سرقتها قبل ما نزلها أصلا فبيقول لها يبقى أكيد الكاتبة دي حد قريم منك أو يعرفك من زمان وبسبب ده عارف عن قصتك وسرق الفكرة فبتحتار وده لإنها ما تعرفش مين ممكن يعمل كده وبالليل بيتصل عليها تانج وبيعرفها إن الكاتبة دي طلعت واحدة زميلتها في الجامعة فعلا فبتكرر شين إنها تجرب حاجة واللي بتكون خطيرة بس في نفس الوقت لو نجحت هتحل المشكلة دي خالص فبيشجعها تانج إنها تعملها طبعا واللي هو خربانة خربانة وفعلا بتكرر إنها تنفذ وبتنزل بسط بتقول فيه إنها الكاتبة الأصلية للقصة وما سرقتش أفكار من حد ومعاها مخطوطة كمان تثبت إن الكصة دي بتاعتها من زمان طبعا يا جماعة للي مش عارف إيه المخطوطة دي فهي عبارة عن ورقة مجمعة فيها فكرة القصة والأحداث الأساسية واللي هي على أساسها بتكتب القصة حاجة كده زي الدليل اللي بتكتب بالقصة يعني وفي الناحية التانية بيتوتر صاحب الشركة اللي الكاتبة النصة بشغلة فيها ولما بيعرف إن معاها المخطوطة اللي المفروض شين بتتكلم عنها بيطلب منها إنها تنزلها قبلها عشان حتى لو شين نزلتها محدش هيصدقها فبتتردد شوية وده لإن حركة زي دي هتنهي مسيرت شين تماما بس لما بيضغط عليها بتوافق وفعلا بتنزل الورقة اللي فيها المخطوطة بتاعت القصة ووقتها بتفرح شين إنها وقعت في الفخ وبتروح تقابلها هي أو تنج وبتقول لها تعترف بالحقيقة بدل ما تقضيها ولما بترفضه بتنكر بمنتهى البجاح إنها سرقت حاجة بتروح شين أيلالها بص تاني كده للمخطوطة اللي نزلتها للعالم كله أصلي شايفة الشغبطة اللي في الجنب دي دي مش شغبطة ده دوقيعي واللي عبارة عن اسمي بالمقلوب يعني لو حطتيه في الميراية هتشوفي اسمي قدامك على الورقة اللي انت نزلتها للعالم كله على إنها المخطوطة بتاعتك عموما أنا خلصت كلامي معاكي المحامي هو اللي هيتكلم بعد كده انجويا غالية وشكرا على المخطوطة اللي ما كنتش لقيها وده لإنك سرقتها مني زمان وما كانش معايا نسخة لها وانت دي تهالب نفسك وبكده بتتحلي مشكلة السرقة الفكرية بس علشان بنتنا قلبها قلبة خاصة مش بيهون عليها ترفع قضية على زميلتها وبتكرر إنها تكتافي باعتذار رسمي وإنها تنزل بوست تقول في الحقيقة للكل وبيمدي أخيرا تانج عقد الاستثمار مع شركة السيد له وبتمدي دين عقدها عشان تبدأ تمثيل وبالمناسبة دي بيجتمعك كله وبيحتفل بالخبر ده وهم بيشوفوا إزاي الرأي العامة ألف ثواني بعد بوست الاعتذار ولما بيرجع تانج وشل البيت وبكل ساعة توتع وتدخل بس بتلاقي بيقولها مش أنا كنت شاطر بساعتك في المشكلة دي ممكن تخلينا دخلها عقد عندك 30 دقيقة بس فبتقوله يلا يا بوع من هنا شطابنا بس لما بيسر بيصعب عليها فبتدخله 20 دقيقة بس بعد ما بيوعدها إنها هيقعد هادية ويسيبها تشتغل براحتها ولما بتلاقي بيلعب مع القطة بكرر تستغل واللي هو عارف الراجل بيكون جذب جد بالنسبة للستات إمتى فبيقول لها إمتى فبتقوله لما بينظف صندوق الرمل بتاع القطة سبحان الله صدفة صندوق القطة بتاع قطتي عايز يتغير فبيقول لها حاضره بيقعد ينظفه بمنتهى لعبط وهو عارف إنه بيتضحك عليهم مبسوط عادي وبيفضل يتفرج عليها وهي بتكتب ومعها إنها بيكون متوترة من قربه جدا بس مش بيتبين ده وبتقوله بقيلك 5 دقيقة وترجع شاقتك يوض فبيقول لها إيه اللي افترة ده مفيش بونس 5 دقيقة بما إنه منظف صندوق الرمل فبتقول له آه صح لا خلاص حروم هخليك تقعد عشر دقيقة كمان عشان أنا كريمة يا جماعة بقى وحد يجي له قلبي يترد القمر ده من بيته ويقول له أخرج خمس دقيقة ولا عشر دقيقة وعند دين اللي بتكون عند دونج بتحاول تخليه سعيدة في المليون كتاب اللي المخرج لو ادهولها بس دونج مش بيكون مشجع فكرة إنها تكون ممثلة أصلا وبيفضل يقول لها تكبر دماغة وتسيبها من التمثيل طالما صعب كده وتشوف لها حاجة أسهل فتتضايق منه بتقرر تتجهل كلامه الفكرة بقى إنها لما بترجع بتلاقي البيت كله متجمع ومكلمين أجدادها وقرايبهم وعملين نقاش جماعي عشان يقرروا تكمل تمثيل ولا لأ وده لأن الوسط الفني في حاجات كتير خطيرة ولما بيلاقيها تنجم وصر على رأيها بيقول له منها بتشتغل قدامه تحت حمايته وكل عارف إنها أخته فما فيش حد يقدر يضايقها وحتى لو هو مش موجود فالمخرج له يكون موجود عايزاء وبيمشي ويسيبهم فبتروح دين وراه وبتقول له ما ينساش يجي على عين ميلادها معشان وبتقول له يحاول يعرف إين هو الفستان اللي شينها تلبسه عشان يلبس بدلة مطابقة ومع إنه بيعمل نفسه مش مهتم إلا إنه بيروح على بيتها على طول وبيتحجج بإنه جمى غرافة جديدة للرمل بتاع القطط بس بيفضل بقى يتصرف بغرابة عشان يشوف الفستان بتاعه وبتقفشه وهو بيحاول يتسلل عشان يدخل قدتها بس هو بيكون لحي يشوف الفستان الأبيض اللي معلقاه وبيمشي من نفسه وبيفضل يطقم بدلة تلق عليه ويوم عيد الميلاد بيتفاجئ بيها لابسة فستان تاني أسود غير اللي شافه وبيتنح أول ما بيشوفها بس بيكون لابس أسود شبهها وبيطلع الفستان التاني هي كانت مطلعة عشان يتصلح عادي ولما بيوصلوا هناك بتسأله قبل ما يدخلوا إذا أهله يعرفوا أي حاجة عنها فبيقول لها عن إنك اعترف تيلي ولا على إن بلحك فبيتنح فبيقول لها ما تلاقيش محدش يعرف حاجة خالص وأول ما بتدخل الحفلة بيفضل الكل باصص عليهم وهم مع بعضهم مبهورين بيهم ولما بتروح شين لصحابها بتعرف منهم إن أم تانجي بتحاول تزبطه في موعد مدبر مع واحدة في العيد الميلاد ودي تبقى واحدة اسمها شياء وكانت عايشها في فرنسا فبيتولع الفكرة بقى إن لما تانجي بيلاقي أمه بتحاول تعرفه عليها بيقوم واخد على جنب ويقول لها يا حاجة أنا بحب واحدة ودي اللي جات معي فما تبوزيش علي يا بقى الله يكرمك لو عايزانا تجوز فبيتقول لله ومال إن روح نتعرف عليها بقى فبيمسكها وبيقول لها تقال يا حاجة وهبقى أعرفك عليها في الوقت المناسب ولما بيروحها انت شين بيفضل يهتم بيها ويأكلها كل اللي بتحبه الفكرة بقى إن إيه تاخد بالها إن مامتو عمالها تبص عليها كل شوية لدرجة إنها بتتوتر وبتسأله انت متأكد إن محدش يعرف حاجة فبيقول لها متأكد طبعا ومال ولما بترجع البيت بتقفل في ويشه واللي هو روح بيتكم يا عم بس بيغير هدومه وبيرجع لها تاني واللي هو بيننا اتفاق إن نقعد عندك نص ساعة كل يوم اوعي كده بماخده نص ساعة بتاعتش وبيفضل يلعب مع القطة وبيتفرج عليها وبيفضل يغزها بشيء فبيقول لها انت فهماني غلط أنا ماما حاولت تزبطنا مع بعض بحكم إنها بنت صاحبتها وما كانتش تعرف إن بلاحك بس أنا عرفته فهيمتها كل حاجة ما تلاقيش فبيتقول له يا فلاحتك وانا بقول هي كانت عمالة تبصيلي كده ليه طول اليوم ولما بتلاقيه فاضي بتقوله بما إنك قاعد عمالة تتفرج علي كده ما تعمل منفع وبتخليه يكتب لها السيناريو وهي بتمليه وفجأة بينط القطة على الاب فبيشيله من أفافة بتزعاله شين عشان بيعمل القط بأسوأ فبيقول لها أنا اللي بتعمل بأسوأ في البيت ده يا حاجة بقى ده هي دي شكراً ده كان هيمسح كل اللي كتباه فبيتقول له مالو هخليك تكتبهولي تاني عادي وبعدين يلا روح بيتكم خلصة النص ساعة فبيقعد يقول لها إنه عايز بوناس تاني وده لأنه ساعدة في الشغل واللي أقول لك إحنا نبطل عدة أصلاً وبعدين بيقول لها إنه هيسافر بكرة رحلة شغل ومش هيرجع قبل كام يوم فعايز يشبع منها شوية فبتسقط بصراحة وبنسقط كلنا وبتفضل أمها وأبوها يحاولوا يكنعوها إنها تخرج في موعد مدبر مع ابن صاحبتها ولما بترفض بيقول لها ميش بمزاجك إحنا جايل لك بكرة ومش هنمشي قبل ما تقابليه وفعلاً تاني يوم بيكونوا عندها وبيفضلوا يسألوها عن الولد اللي كان رفضها ده وإزا هي مش عايزة تروح موعد مدبر بسبق فبتقول لهم لأ طبعاً وبتتهرب منهم وبتفضل مامتها تسألها عن جيرانها وإزا علاقتها معهم كويسة فبتقول لها لأ معرفهمش أصلاً وبتروح تبعت لتانجة تعرفوا إن أهلها جم ويا ريتي بطل ينطلها كل شوية فبيقول لها وبطل ليدي فورس عشان أتعرف عليهم فبتقول لأنا حذرتك وبرحتك بقى وتاني يوم بتطلع أخبار عن تانجة وممثلة كده بيكونوا داخلين فندو معين مع بعض وأول ما بتشوف شين الخبر بتتضيق واللي هو ده شغلك المهم ولما بيرجع من السفر بيقابل أهلها وهم داخلين فبيسلم عليهم ولسه هيتكلم بتطلع شين وبتخلي أهلها يدخلوا بسرعة بس أبوها مش سهل وبيقول لها ده مديرك اللي طلع في الأخبار مبارح مع ممثلة كده صح بتهرب منه ليه يكونش هو اللي اعترفتله ورفضك وبصراحة يا حاج تسلم راسك على الدماغ دي الفكرة بقى إن شين بتتوتر ومش بتقدر تينكر فبيقول لها أبوها أنها يروح يكسر دماغه حالاً فبتمنعه وبتتفهم معاه إنها في المقابل هتروح الموعد المدبر اللي قالها عليه وبتقوم وبتسيبهم وتاني يوم بيسمعها المساعد جا وهي بتتكلم عن إنها هتروح موعد مدبر النهاردة فبيرجع جاري التانجو بيقوله بخصوص اللي سمعه وفجأة بنشوف نار بتطلع من عيون ابننا وبيكرر يستغل منصبه كرجل أعمال عشان يبوز عليها الموعد وبيخلي له يعمل اجتماع مفاجئ عشان يعدله كم حاجة فبتكرر شين تردهاله وبتقوله ما ينفعش أنت كمستثمر تقول رأيك وعلى هذا الأساس ما ينفعش تكون معانا في الاجتماع أساساً فبيقول لها ومال وبيطلع ويسيبهم ولما بيخلصوا الاجتماع بتتفاجئ شين بلين اللي كانت هتروح معاه الموعد المدبر وهو مستنيها قدام الشغل بعد ما أخد عنوان المكان من مامتها وبيقول لها أنه حب على أقل يوصلها للبيت ويديها الورد ده وبيكون لطيف جداً وزوء ولما بترجع شين للبيت بتلاقي تانج مستنيها على البيت ولما بيشوف الورد وبيعرف أن لين ده وصلها لحد البيت بيكون هيتجن الرسم خلاص ولما بيقول لها ما تروحش موعد مدبرة تاني بتقوله وانت مالك مش كفاية بوست عليها الموعد النهاردة وبعدين انت ليك عند تتكلم وانت حاولت قبل كده توعد صح بيتي وكل يومين أفشينك مع واحدة شكل ده أنا محتاج أطلع على أقل في مية وتمانية موعد أعمى عشان نبقى متعدلين وبيقاطعهم صوت أهلها وهم طلعين فبتزقوا وبتدخلوا بيته وبعدين بتقابل أهلها وبتدخل بيتها وفي مكان تاني عند الدين اللي بيكون بتتضرب على التمثيل وبيكون مستوها متحسن جداً المشكلة بقى أن لما المخرج لوجي عشان يشوف أداءها بتتوتر وبتفضل تغلط ولما بيطلع عشان يعمل مكالمة بتفكروا تلع عشان تفش من أداءها فبتروح وراه وبتعتذر منه عشان خيبت أمله فبيقول لها أمل إيه حاجة أنت نواصق فيك وفي أدائك وإلا ما كنتش اخترتك أصلاً من الأول وعلشان كده عايزك تكتدي وتحاولي على قد ما تقدري فبتوعدوا إنها مش هتخيب أمله أبداً وهتعمل اللي هتقدر عليه وبيعرف تانجي إن شين هتنزل في موعد تاني معالين فبياخد المساعد بتاعه وبيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها وبيفضل يلحقها طول الموعد ولما بيجوا يدخلوا السينما في متنكر وكده يعني معلش يا جماعة هو كده مقتنع إن محدش هيعرف شكله ولما بيحاولوا يعرفوا من الموظف وما شافوا فيلم إيه فبيحجز في الفيلم اللي هيبدأ دلوقتي وخلاصه ما يعرفش إن الموظفين اتعرفوا عليه وبلغوا مدير السينما وده خلها تعرف إنه بيلاحقها فبتتسل عليها عشان تهزقه بس هو بينكر إنه هناك أصلاً ولما بيدخل لصالة السينما بيلاقيها غيرت الفيلم اللي كانت هتدخله في آخر لحظة وفوق كل ده بيتدبس مع الموضرة بتوع المكان اللي بيكرروا يخلوا يحضر اجتماع معاهم ولما بيخلص الاجتماع بيكون كل الأماكن في الفيلم ده محجوزة وباقي أصلاً عشر دقايق ويخلص وبيفضل تنجي يفكر فين اللي حصل وهو متعصب ومش عارف يستوعب اللي حصل وأول ما بيشوفها بيمسكها وبيفضل يعتبها لأسويتها معادي واللي هو كل ده عشان قلتلك إنه معجب بصحبتك ولا عشان ما قريتش اكتابك اللي ديتهولي ولا عشان رفضت اعترافك فبتهزها وبتعده واللي هو كل ما صبك يا عناي أنا لو علي مش عايز نشوفك تاني أصلاً ويا ريت ما تختبرش صبري وبتمشي وتسيبه وهي متوترة أصلاً ولو عليها تتجوزه من بكرة عادي وتاني يوم بتروحش اللي محل صاحبتها هوان وبتحكي لها عن تصرفات تنجي الغريبة وبعدها بيكرر أهلها يمشوا فبتودعهم وعند تنجي المعدود الشركة كلها بيكون مقلوبة على علامة العدل اللي في إيده دي وكل عمال يتكلم عنها وبتعمل شين اجتماع مع لو فنجي وبيجي تانجي كالعادة بيجيب لها ورد لدرجة إن المكتب بقى شوية وهيقلب جنينة ورد وبيكونوا بيتناقشوا عن شخصيات وأسماء الشخصيات الداعمة وبيفضل الكل يكترح أشخاص من معارفهم كنمازج وكده فبتبعد شين ترخم وبتخلي لين شخصية وبتفضل تكتب عنه صفات حلوة فبيكرر تانجي يرد الرخيمة وبيكتب عن شخصية شياو اللي كانت عايشة في فرنسا وهنا بقى شين بيكون مولعة وبيكون الكل في الاجتماع متوتر من حرب الأعصاب اللي بينهم دي وبيكرروا يهربوا ويروحوا يأكلوا وبيعرف تانجي بالصدفة إن فيه إشاعات عنه هو الممثلة لما كان مسافر فبيهزق المساعد بتاعش ما أنكرش الخبر فورا وقرر يعمل نفسه عبيد وده لإنه مش عايز شين تفهمه غلط ومع إن الإشاعة دي بيكون مفيدة لي لإنه بيكرر وينفع فورا وعند هوان صاحبة شين بيجي لها زبونة رزلة كده بتفضل تتفرج على الحاجات وتصورها ومش بتشتري حاجة فبيتقول لها هوان إن التصوير ممنوع وده لإن كل كتعة من دول تصميم خاص وحصري فممنوع تصوريهم ولما بتبدأ السيدي تتخاني بتقول لها شين انت لو جاي عشان تتسوي بجد مش تسرق التصميمات وخلاص اشتري حاجة وبطلي تصوير ففعلا بتعمل السيدي دي كده وبتشتري أي حتة قدامها وبتطلع وبيفضل تنجي يبعث ورد ويقعد عندهم في المكتب وكل محد منهم يكون محتاج حاجة في الاجتماع بيساعدهم فورا يعني مثلا أول ما بيسمعهم بيقولوا عايزين خبير في الأسهم بيلقوا بيكلم واحد يعرفه خبير في الأسهم وأول ما بيقولوا عايزين واحد بيفهم في رياض التزلق بيلقوا بيكلم صاحبه رياضي محترف وهكذا بقى وبعد الاجتماع بيجيب لي شين قهوة وبيعضي وضح لها حقيقة الشائعات اللي بينه بين الممثلة وبينكرها كلها فبتعمل نفسها مش مهتمة واللي هو انت أوفر لي أنا مش فارق معايا أصلا طبعا مش هنقوله عن ان بوزها كان مترين أول ما شافت الخبر وفي مرة أول ما بتخلص شين الشغل بتلاقي لين مستنيها تاني وجايب لها ورد وبيعزمها على الأكل فبتتكلم معاه وبتوضح له مشاعرها وبترفضه بأدب فبيقول لها انه مش فارق معاه عادي وبيصروا انه يعزمها على الغد كمجرد معارف عاديين فبتوافق بشرط انها تعزمه فبيوافق ما يعرفوش بقى ان تانج شافها وهي بتركب عربية لين وشاف الورد وبيكون خلاص بقى جاب أخر وعشان كده بيفضل يتصل على شين اللي مش بترضى تقوله هي فين وبتقفل معاه ولما لين بيسألها بتكلم مين بتقوله انها بتحب حد تاني فبيقول لها انه عارف ان تانج وده لانه شافه هو بيلحقهم في السينما فبتكرر تاخد رأيه وبتقوله انها بتحبه وهو بيلحقها بس هي خافة من الخسارة وعلشان كده مترددة فبيهزر معاه وبيقول لها ايوة اجرحيني كمان وكمان وبيكملوا عاشاهم بهدوء ولما تيجي تنزم العربية وبيروح وراها بيصر انها تاخد الورد واللي هو انا جبته اكيد مش هعمله شربة يعني فاعتبره دية من صديق ووقتها بينط عليهم الصديق الحقيقي ابننا تانج وبيسلم على لين وهو عايز يكسر ايده وبعدها بيقعد يستعبت ويقول كده العضة بتاعتك يا شين بقالها اسبوع مش راضية تروح وبياخدها وبيطلع لفوق وفوق بتقوله شين انها كانت بتحبه بجد لدرجة انها قال لحاجة منه كانت بتطيرها من الفرحة بس رفضوا ليها كسر كل ده وما عندهاش استعداد تقرر كل ده تاني لمجرد نزوة او لمجرد انها جزبت انتباهه الفترة فبيقولها انه كان غابي لانه استوعب متأخر انه بيحبها وانها مش مجرد نزوة وهو بيحبها بجد وعايز فرصة بس عشان يزبت ده فبتتأثر بكلامه وبتعايته وسط اللحظة المؤسرة دي بيقولها على فكرة انا لسه بقلي نص ساعة بتاعت النهار ده فبتسيب هدم اللزات ده يدخل وخلاص وكالعادة بيدخل يلعب مع القط وهو عمال يبص عليها وهي بتكون بتبص عليه كل شوية وبتفكر بكل كلمة قالها وفرحانة وشوية وبتلاقيه ساكت فبتستغرب الهدوء ده فبتروح لتقوله خلصت النص ساعة فبيقولها طيب ممكن شوية بونس فبتقوله طبعا اكيد هتديك ديقة كمان ويدف الديقة دي بيلبس كوتشي وبيروح بيتهم كريمة الاخت شين وعنده وين بيدخل عليها شوية بلطجية فجأة ومعهم الست اللي كانت بتصور التصاميم عشان تسرقهم فبتقلع عليها شين اللي كانت بتكلمها في الوقت ده وبتروح عندها بسرعة وهناك بتلاقي الست دي عامل اخناقة وعايزة ترجع الهدوم اللي اشترتها وهي اصلا اطعاها ومصممها ان داعف في الصنوعة ولازم ترجعها فبتدخل شين وبتتخاني معاهم وبيبدأ الراجلين دول يهاجموا شين وهوان ويكسروا المحل وبيزوقوا واحد منهم شين فبتقعوا وبتتعور فبتكرر هوان تديهم الفلوس اللي عايزينها بس يمشوا عشان بيتخاف على صاحبتها فبس شين بتمنعها فبيقوم واحد منهم ضربها بالقلم جامد ولسه هيكمل ضرب بيوصل تانج سوبرمان بتاعنا واللي بيتجنن اول ما بيلاقيها بتعايد فبيدغدغهم وبيخلي المساعد بتاعه يكلم الشرطة وبياخد شين على المستشفى وبعد ما بتخلص شين العلاج بتكون دايخة فبيخلي تانج الدكتورة علق لها محليل عشان الدخة تروح ووقتها بتعرف منه انه جيب سبب انه هوان ردت عليه لما اتصل على شين ولما سمعها بتسرح جالها بسرعة ولما بيلاقيها متوترة وساب انها لازم تكتب السيناريو بيقول لها انه هيكتب لها اللي هي عايزها بس هي يتمليه وهو هيعمل كل اللي هي عايزها وبيسألها تانج اذا رفضوا وجعها اكتر من وجع ايدها فبتقول له اكيد اصلي ايدي واقدر اخد لها مسكينية انما قلبي مقدرش اخد له حاجة ومحادسة كده بصراحة في منتهى التلزيق بس معلش نعذرهم عشان متأثرين بسبب الحادسة وبيفضل تانج كان بيشنته للليل وبيتفرج عليها ولا كأنها اجمل لوحة شافها في حياته هي اجمل موزة شافها في حياته كده او كده يعني وتاني يوم بترجع بيتها وبيفضل صحابها جنبها وبتفضل هوان تعتذر لها بسبب اللي حصل ووقتها بتكتشف شين انه تلفولها القصر فبيدخل تانج وبيديها تلفون جديد فبيمسكوها صحابها وبتقعد هوان تقول لها لو حصل حاجة زي كده تاني اوها تدخلي وتعرضي نفسك للخطر تاني كله يتعوض انما سحيتها وحياتها لأ وبيجي لو ودونج عشان يزوره شين ويتطمنه عليها وبعد ما بيخلصه بيمشي الكل ووقتها بتروح دين للو وبتحذره من انه يلاحق شين وده لانها مسدات اخوها لأ حد يحبه ومش هتسمح له يبوز عليه فبيقول له طيما انا لقيت حد احبه اخيرا انا كمان هتعملي ايه بقى ولسه هيمشي بتوقفه دين وبتمنعه فبيضحك وبيقول لها مش هرخم عليك خلاص على فكرة مشاعر شين مش اكتر من مشاعر اخوة فما تيلاقيش وبيمشي ويسيبها وبيكرر دونج يوصل هواين بدل ما ترجع لوحدها وبيقعد يتكلم معا عن التصميم وبينصح انها تحاول تكبر اسمها عشان لو حد سرق تصميمها بعد كده يكون معروف الاصل فبتقول له ان الموضوع مستهل ومحتاج مجهود ومعارف وبيبضل تانجي جنب شين طول الليل وعمال يأكلها ويقشر لها الفكهة ويأكلها في بققها وبيقعد يتكلم معاها بخصوص المحيارة في السيناريو اللي بتكتبه وبيعرف انها بتواجه صعوبة في انها توصف مشاعر الفراء وقت الموت فبيستنى لحد ما بتخف وبياخدها للمستشفى وهناك بتشوف اتنين عواجيز متجاوزين وبيحبوا بعض وهم بيوضعوا بعض لان الستة حالتها خطيرة وبيقول لها ان اكتر حاجة ندمان عليها انهم ما تصوروش مع بعض صور فرح حلوة فبتكرر شين وتانجي انهم يساعدهم في انهم يحققوا الامنية دي وبتتأثر الجدة جدا وبتفضل تشكر جزء على وجوده معاها طول العمر وبتشكر شين على مساعدتها واول ما يخلصوا بيقعدوا يتمشوا وهم بيتكلموا وبيجهز السيناريو خلاص تقريبا وبيكون باين نوم يبدأوا تصويره وبتكرر شين تعزم الكل على الاكل احتفالا بالمناسبة دي وبيقعد جاو المساعد بتاعه دونج صاحبته ينصحوا يتلح لحبة عشان يخلصوا من ام دي قصة وبيقعد دونج يتكلم عن البنت الجديدة اللي بيحبها وده اللي بيضايق دين فبتكرر شين تاخدها وتبات معاها وبتقعد دين طول الليل تصيح بسبب دونج اللي مش معبرها وكل شوية معا واحدة ولما بتعرف من شين انها قربت من تانج لما رفضها عشان تحس انها نهت كل المشاعر اللي بينهم بتكرر تعمل نفس الحاجة مع دونج عشان تخلص من مشاعرها اللي تعباها دي ولما بتروح للمكتب وتقرب منه بيتجمد في مكانه بس هي مش بتقدر وبتحس ان مشاعرها ناحيته غير ما هي مفكرة فبتبعد عنه وهي محترة اكتر وهو مش بيكون مصدق ايه اللي حصل دلوقتي ده ومش مترجم خالص ولما بيعرف تانج بيه اللي عملته بيكون هيولع فيهم بس لما بيعرف من المساعد بتاعه انه ما حصلش حاجة فبيكرر يعمل نفسه مش عارف ولما بيجي يوم المؤتمر الصحفي اللي هيعلنه فيه عن طائم العمل بيتنح له اول ما بيشوف دين وجمالها بس بيكرر يركز تاني وبيروحوا كلهم وبيفضل الصحفيين يسألوها اسئلة رخمة زي هل كونك اخت تانج كان الساب في ان واحدة مبتدئة زيك تاخد دور البطولة وهل شايفة نفسك تستهلي ده وكلام من ده كتير بس بيفضل تانج ودين يدفع عنها لما بتتوتر وبتتكلم شان ان دي كمان اول رواية لها تقريبا دي تعتبر تجربة جديدة لاغلبنا ومع ذلك بنحاول على قد ما نقدر انها تكون مثالية بمساعدة المخرج له تانج وبيتفاجئ الكل لما بيعرفوا ان فيه ممثلة كبيرة هتنضم المسلسل قدفة شرف ودي بيكون نفس الممثلة لسافر تانج عشان يقابلها وكان فيه اشاعات عنهم ولما بيسألوش معنى اخترتها بيقولهم اصل الكاتبة بتاعة القصة لما كانت بتكتب القصة دي كانت الممثلة دي هي الشخص اللي بتتخيله كبطلة وبما انهم معرفوش يجبوها كبطلة يبقى يكون لهم الشرف مجرد ظهورها في الفيلم وبعد المؤتمر بتشكر شين تانج على اللي عمله مع انها بتكون غيرانة من قربهم الا انها بتكون ممتنة ليه وبتتفق دين معلوه انها تجمع الاسئلة اللي تقابلها وتسأله كل يوم سؤال منهم وهو هيساعدها وبتعرف شين ان صاحبتها هوان قررت تقدم علشان تكون مصممة الملابس في الفيلم بتاعها فبتفرح جدا وبتتفاجئ بالخبر وبتعرف منها انها بتعمل كده عشان تكبر العلامة التجارية بتاعتها عشان محدش يسرع زي ما دونج نصحها وطبعا مش محتاجة اقول لكم انها بتبهر الكل بعرضها وبيقتنع لوب انه دفها لطايم العمل وبتتجمع معاشين ودين وبيحتفله ولما بتيجي سير الدونج بتعترف لهم انها من وقت ما حاول اتقرب منه وهي حاسة لمشاعرها اتجاهه ما بقتش زي الاول ولا بقت بتهتم باخبار مواعدته وقفلت صفحته فعلا وده لانها مشغولة بالتمثيل وده لان التصوير هيبدأ الشهر الجاي وده مخليها متوترة جدا وده لانه معروف عن لو انه جديد جدا وممكن يخلي الممثل يعيد المشهد ميت مرة لحد ما يطلع بشكل مثالي فبتكرر تكتهد اكتر وتذاكر وفي يوم بيكون دونج طالع رحلة مع تانج وبيكرر يرخب شوية عليه وبيبعد صورة تانج مع واحدة بيخلص معا شغل الشن عشان يخليها تغير بس بتيجي بنتيجة عكسية وبتقلب على تانج واللي يعني مش عارف هو عمل ايه فبيتسل علشان وبيطلب منها تاخده من المطار بكرة وانه هيستنيها وبيقفل فبتتحطه قدام الامر الواقع وبتقعد دين تتدرب مع لو على التمثيل وازاي يخرجوا مشاعرهم وبتفضل تتدرب ازاي تقول بحبك وهو بيكون عمال يدربه وهو اصلا دايب اكتر منها وبعد ما بيخلصه بياخده عشان يتغده فبيلاقيها طلب له صلطة ولما بيعترض بتقوله اصلا انا عاملة ضايت عشان انت قلتلي ده واكيد مش هتقعد تاكل اللي انت عايز وانا باكل صلطة جنبك علشان كده المسواف الزلم عدل وبيقعد الاتنين يتكلموا عن العلاقات العاطفية وبيعرف لون دين ما دخلتش اي علاقة قبل كده بسبب اخوها فبيقعد يضحك عليها ولما بيتكلم عن ان سنجل بقاله فترة طويلة ومبسط بالسنجالة دي بتقوله على كده بتعرف تعمل افلام رومانسية الله هتفضحنا فبيحس انه عايز يغير بطلة الفيلم فجأة ما تعرفش ليه فبتجيب دين وراء على طول وبتروح شين توصل تانج وهي مش طيقه وبتعمله وحش وهو برضو مش فهم هو عمل ايه عشان المعاملة دي ولما بترجع البيت بيدخل يجري على القط وبيعود يلعب معي فبتقوله خلي بالك منه ما تبقاش تخلي مراتك تتنمر عليه فبيستغرب واللي هو مالها دي بجد وبعد شوية هو قاعد مع القط بيتصل علي صاحبه بيقوله شفتني وانا مزبطك وبعد صورتك مع الست اللي عملنا معاه الصفقة مبارح لشين عشان خليها تغير فبيقوله زبطك عفرت يا بعيد وانا بقوله لم تهن من الصبح ليه وبيقف الفوش وبيعود يوضح لها ان ما فيش اي حاجة بينه وبين الست دي فبتقوله اه من عارفة يلا مش انا دخل نام فبيقوله طب سانية وضح لك اللي حصل فبتقوله تمام ودح خلاص يلا روح سانيتك خرصت وتاخد القط وتدخل تنام ووقتها بيلمح في تليفونها حساب ويشات غريب غير بتاعها وبيكرر يعمل سرش باسم الحساب ده من باب الحشرية والتطفل مش اكتر ووقتها بيعرف ان الحساب ده مكتوب فيه زي يومياتها من ساعة محبته وبيعرف انها بتحب وبقالها اربع سنين وبيقرأ عن قد اي جراحة لما طالب مساعدتها في انه يرتبط بصحبتها وبيفتكر ازاي كانت كل ما تشوفه تتسم ليه او تصوره وبيحس انه قد ايه هو حقير عشان فكرة بتعترفه عشان بتتسلم مش اكتر ويشك في مشاعرها ناحيته وبيفضل يقرأ كل بوسط نزلته في الحساب طول الاربع سنين دول وهو بيتحصر على غباؤه وبتسح عشان من انهم فجأة وبتتفاجئ به وهو لسه موجود فبتقوله انت بتعمل ايه في بيت الساعة بقت اتنين بالليل فبيقلها انه فاكر على فكرة اول مرة تقبله من اربع سنين وفاكر ابتسامتها ليه وبيقلها انه شاف حساب الويبه بتاعها وبيعتذر لها على غباءه طول الفترة دي وعن انه رفض عشان فكرها عايزة عشان شكله وفلوسه وبيقعد يعتذر عن كل غباء وعمالها معاها فبتقوله ما يعتذرش وده لانها بتحبه جدا لسنين كتيرا في السر وعشان كده لما فجأة بقى بيلحقها بمقتش بصدقاه وده لانها حاسة انه بيعمل كده عشان لفتت انتباهه مش اكتر انما هو ما حبهاش بجد وعشان كده هي خايفة مترددة تقبل مشاعره فبيقلها انه بيحبها بجد ومتأكد ان مشاعره اتجاهها حقيقية مش مجرد انبهار مؤقت او مشاعر لحظية وبيبدل يعتذر منها للمرة المليون وبتكرر شين تعمل حفلة عيد ميلاد ليها وتعزم صاحباتها وبتكون متحمسة عشان تعرف تانجة هيعمل لها ايه بالمناسبة دي وهل هيطلب موعدتها بشكل رسمي بقى ولا ايه وبتبعت له رسالة وبتعديها من تحت باب بيته عشان تعرفوا بموعد حفلة عيد ميلادها ويوم عيد ميلادها بيتأخروا مع ان الكل بيكون موجود وبيحتفل معاها الا انها بيكون مستنية حد معين واللي بتلاقيه منتهى الغباء العاطفي بعت لها فلوس كهدية عيد ميلاد وبيهنيها بعيد ميلادها فبتتداق وبتكرر تروح تنزل الزبالة ووقتها بتلاقيه في وشها وبتعرف انه مشغول جدا وعنده حفلة توزيع جواز مهم كمان ساعة وتكرر رجلها مخصوص عشان يقضي الساعة دي معيها وبياخدها لوحدها وبيكون مجهز لها كيكة وبيخليها تتمنى اللي هي عايزها عشان يتأكن من انه حقق اهلها وللأسف لان الوقت الحلو بيخلص بسرعة بتعد الساعة في ثواني وبيضطر تنج انه يمشي بس بيودع شين الاول وبيحضنها ومع انها بتكون حاسة بالاحباط لان عيد ميلادها مزي ما تخيلته بس بتكون مبسوطة انها على اقل شافته وبتتصل دين على اخوها وبتهزقه اول ما بتعرف انه ما جابش هدية لشين في عيد ميلادها واكتفى بانه بعت لها فلوس ومش كده وبس ده كمان ما استغلش الفرص عشان يعرض عليها الموعدة بشكل رسمي واكتفى بكيكة وخلاص وهو مش بيكون فهم طب وايه المشكلة انا غلطت في ايه يعني فبتتأكد دين ان اخوها قاعد سنجل كتير لدرجة ان الرومانسية عنده صدت خلاص ولما بيحس تنج انه عاكد دونيا بيكرر يتصل على زير النساء دونج عشان ياخد رأيه في يعمل ايه بس افكاره مش بتعجبه فبيطرده من مكتبه وبعد الشغل بيروح لابو عشان ياخد رأيه بس الحج رومانسيته بايزة زي ابنه فبتدخل امه عشان لو سابتهم مع بعض كتير ابنها هيقعد سنجل للابد وبتفضل تدي له نصايح لافضل خطة يعملها عشان يعترف بشكل مميز وبعدها بيكون في اجتماع بين تانج وفريق عمل الفيلم وبيقعد لو تانج يتخنوا على مكان تصوير الفيلم وده لان المكان اللي لو عايزه واستفر ليه هيكون مكلف ويحتاج اجراءات كتير والمكان اللي تانج عايزه عادي وهيبوز الاجواء بتاعت الفيلم وبيفضل اللي اتنين يتخنقوا لحد ما بيقرروا يخلوا شين هي اللي تحكم ما بينهم فبتكرر تقول تتكلم مع كل واحد لوحده عشان يبطلوا يتخنقوا كل ما يشوفوا بعض ويريتها ما عملت كده لان اللي اتنين بيمرمطوها وبتفضل طول اليوم طالعوا نازلوا في الاخر مش بيتفقوا فبتتعصب على اللي اتنين وبتكرر تجمعهم على عشا بدل جو الحمام الزاجل ده ويعاني بتدبس دين عشان ما تقعدش مع اللي اتنين دول وحدها وتتشل واللي هو تعالي والنبي تشل معايا ولما بتحاول دين تهرب منها بتشوف تانج فبتخاف منه وبتدخل وبيفضل اللي اتنين وقفين وكل واحد عمال يتخنقوا مع التاني ومتمسك برأيه وبتفضل تين تحاول مع لو وشين مع تانج بس ما فيش امل فبتتشل شين ودين وبيكونوا هيمشوا ويسبوهم بس بيتقدبوا بيكرروا اخيرا يقعدوا على الترابيزة زي البشر وبيطلع تانج سور لمكان تاني منصب اكتر من ناحية التكلفة ومن ناحية المنظر فبيعجب المكان له وبيوافق طيب ما حسيتش يا استاذ تانج انك محتاج تورينا المكان ده بدري شوية ما علينا المهم انهم اتفقوا اخيرا على المكان وقرروا يسفر عشان يشوفوه واول ما بيخلصوا كلام بيكرر له ويمشي ومش بيرضى يتعشى معهم وبعد الاكل بتاخد دين اكل وبيتروح له على الشركة عشان بتكون قلانة عليها عشان مكلش حاجة فبيتأثر جدا بالحركة بتاعتها وبيجيب لها حاجة تشربها ولما بيلاقيها بتشرب بصرع عشان ما تطولش وتتأخر فبيضحك على لطفتها وبيقول لها السيميل بتاع ده غالية وقوم رواح بيتكم من دلوقتي بدل ما انتم حاسسان ان في حد بيجري وراك كده فبتشكره وبتمشي علشان اتأخرت وبيعمل دونج صفقة مع اهوان المصممها وده بعد ما بتطلع عينه وبتغلبه وبتماشي لفدماغها برضو وبيكون مبهور جدا بدماغها وشطرتها ولما بيجي يوم السفر بيحاول تنجي يخلي شين تقعد جنبه فبترفضه ده لانها لو قاعد الجنبه هتكون بينه هو ولوه ووقتها هيقرفوها فبتقعد تتحيل على جاوة عشان تقعد قدام هي وفي الاول بيعترض بس بعدين بتصعب عليه وبيرجع ورا ولما بيوصله اخيرا هناك بيفضل له يستكشف المكان وبيطلب من المصور يصور كم صورة حلوة للمكان بس بينبه وياخد باله عشان ما يقعش لان المكان مش متساوي وبتطلب شين من تنجي انه يصورها فبيعضي يصورها وبيأكد على المصور تاني ان ياخد باله لان المكان خطر وزي ما يكون الكل كان بيقول ان المكان امان وروح خلص على نفسك علشان المصور لا بياخد باله ولا نيلة وبيلاحظ تنجي فجأة انه اختفى وشكله وقع في المياه فبينط وراه وبتطلع شين تجري عشان تعرف له والباقي باللي حصل فبيروح عنده بسرعة وبيكون جوها ينط وراهم وده لان تنجي عنده اصابة قديمة في كتفه تمنع عن انه يقدر يسبح كتير وهو بيسحب المصور بس الحمد لله بيطلع تنجي على طوله بيكون هو والمصور بخير وبياخد له جو المصور عشان يكشفه عليه وبتفضل شين تحتن في تنج وهي بتعطي عشان خضاع عليه وبتكرر تعترف له هي بتطلب موعدته فبيقولها انت عبيتها يا بنتي انا كنت عاملك مفاجأة بكرة بعترفلك فبيتقوله انها لما حست انها تخسره ندمت انها ضيعت لحظة واحدة من غيره واللي هو مش مهم اعتراف او مفاجأ او اي حاجة المهم انها تكون معاه فبيتأثر بكلامها دا جدا وبيحضنها بعد ما بيعادها انها يعوضها عن كل ده وبالليل بتفضل شين جنب تنجي اللي بيقعد يدلعشان ما تبعتش عنه وبيستغل انه تعبانه مع انها بتكون عارفة انه بيستعبد بس بتسيبه عادي وبيقاطعهم له اللي بيكون عايز يتطمن على تنجي بس مكسوف وبيعمل نفسه جاي عشان يبلغهم انه بكرة اجازة مع انه قال دا على الجنوب وكل شاف الرسالة بس تنجي بيكون فهم صاحبه وبيقعد يقوله انه كويس على فكرة ما تقلقش علي فبيتوتر له وبينكر انه كان قلقان عليه وبيقعد اللي اتنين يتخنقوا فبتوقفهم شين وبتهزقهم على حركات العيال دي فبيكرر له يمشي ويسيبهم واللي هو منت زيل اير ده وتاني يوم بحكم انه بيكون اجازة للكل بيخرج تنجي مع شيني وبيستكشفه المدينة ولما بيكونوا على مكان اسمه خليج العشاء بيستغل تانجي الفرصة وبيعترف لشين بمشاعر وبيقول لها لول انك اعترفتي الاول كان زمان اعترفتلك هنا يا فقرية وبتسافر دين هي كمان عشان بيكونوا هيبدأوا تصوير وبيجي دونج عشان يوصلها وبيعملوا مؤتمر عشان يعلنوا فيه بداية تصوير الفيلم وبيكون الكل فرحان ولما بيجي معا التصوير اول مشهد بتكون دين متوطرة جدا وبتفضل شين تحاول تهديها بس بتفضل دين تغلط وتكرر في المشاهد من كتر التوطر لغاية ما بيكرر له يأجل التصوير ولما بيعرف تانجي اللي حصل بيروح لموقع التصوير ولما بيلاقي دين بتعايت وشين بتواسيها بيقعد يتخاني معها وبيزعلها عشان سببت مشاكل على مشهة عبيد زي دا وعطلت الكل ولا كأنها كانت بتاخد دروس تمثيل وبتتضرب طول الوقت دا فبتدهيق شين عشان عمالي زعل اخته بدل ما يواسيها ويهديها وبعدين دي اول مرة تمثل وطبيعة تتوتر قدام الكاميرا فيها ايه يعني محدش تولد عارف كل حاجة فبيتعصب منها هي كمان عشان عملت دافع عنها وبيتخاني مع الاتنين فبتحس دين بتقنيب الضمير عشان خلتهم يتخانق بس شين بتقولها تسيبها منه وتركز في شغلها وتاني يوم لما بيعيدوا التصوير بتتقنوا دين وبيمدحها تانجي على اداءها وبتقعد شين تتضرب مع البطل على المشاهد وده لانه بيكون عنده اسئلة بخصوص مشاعر البطل وبيكون عايز رأيها ككاتبة كل ده وتانجي بيكون شايفهم ومولع من الغيرة فبيقعد يقول له له مش انت حطت قانون بيمنع الموعدة في موقع التصوير فبيقل له اه فقال له طب ازاي سايب الاتنين دول يقربوا من بعض كده فبيضحك له عليه وده لانه عارف انه بيعمل كده عشان غيران مش اكتر وبيقول له وانا مالي لو متضايق اتصرف انت فبيستفزه تانجي وبيقول له طالما انت مش مسيطر ما تحطش قوانين من الاول فبيتعصب له وبيخلي مساعده ينادي الممثل عشان عايزه في حاجة ولا هو اي حج عشان يبعده عن شين ووقتها بيكرر تانجي يستغل الفرصة وبيروح يعتزل لشين عشان كان قاسم بارح وتعصب عليها فبيتلوم عشان قاعد يلوم دين في وقت هي محتاجة دعمه وبتقول له انه هو شاف بنفسه لما هي هدي التاني يوم عملت المشهد بشكل حلو عادي فبيعتزل لها وبيعادها انه هياخد باله وبيفضل يهزر معيها وبيكرر ابو وام تانجي انهم يجو يزوروا موقع التصوير عشان يشوفوا شين وبيتحججوا انهم جايين يشجعوا الفريق ويتطمنوا عالشغل وبتكون شين متوترة جدا وده لان ام تانجي بتفضل بصة ليها ولما بيحاول له يعرفها عليهم بتقول لها انا عرفها طبعا وبيعود ابو يقول اكيد عارفينها ده احنا اهل فبتتوتر شين وبيعود له يغير الموضوع عشان ما تتوترش وبيعرض عليهم انهم ياخدوا جولة في المكان فبتودعها ام وبتقول لها تيجي تشرب معها شاي اول ما تفضل كل ده وشين يعاني من التوتر مش عارفة تقول حاجة وبيعود تانجي يعاتب ام عشان جات بس هي بتقعد تتماسكن فمش بيقدر يقول لها حاجة ولما بتقعد مع دين وبتعرف ان تانجي تخنم عشين بسببها بتكون مش عارفة تنام طول الليل وده لانها بتكون خايفة لابناء ضيع جوهرة زي شين فبتكرر تروح لقودت عشان تتكلم معيها واول ما صاحبتها بتشوف ام تانجي بتستازن وبتخلع وبتقعد شين تتكلم مع ام تانجي طول الليل في الاول بتكون متوترة بس بعدين بياخدوا على بعض وبتقعد تحكي لها عن فضاحة منها كلها وتاني يوم بتكون شين عسانة ولما بيشوفها تانجي وبيسألها مناميتشي ليه بتقوله انها كاب بتتفرج على سور اطفال ولما بيسألها اطفال ايه دول بتقعد تضحك وبتعرفوا ان مامة سهرت معاها وحكيت لها اسراره كلها وعارفت كمان انه كان بيعملها على نفسه فبيكون محرج جدا وبيروح لمامة عشان يعتبها فبتعد تقوله ماله ايه يعني لما امراض ابني شين تشوف سور جزا المستقبلي وهو قاله لما كان صغير مش احنا اهل برضو وبعدين حقها تعرف مضيق المظلم كله وبعدين ام وبتكلم بنتها انت ملك انت وفي نفس الوقت بيكون موقع التصوير كله عارف انهم بيتوعدوا ده لان لو كان مدي الام تانجي جهاز تواصل عشان تستخدمه لو احتاجت حاجة بس هي بالغلط بتكون مش اغلاه وبيسمع كل كلامها مع تانج ووقتها بيلاحظ تانج ان الجهاز اللي مع امه شغال ولما بيعرف ان لو دهولها بيعودوا منها وبيشتموا على الحركة دي واللي هو انت لو قصد تفضحني مش هتعمل كده وبيفضل الكل يضحك عليهم وبيقعدوا يهنو شين على الخبر ده وهي بتكونها تموت من الاحراج وبتروح شين بعدها تعتزل منه وده لانها بدل ما تكون قدوة الباقي الفريق كانت اول حد يكسر قاعدة الموعدة اللي هو حطها فبيقولها ان هو اللي غلطان وده لانه ما كانش يعرف ان ام تانج ممكن بالغلط تنشر الخبر بالشكل ده وبعدين انتو بتتوعدوا من قبل ما قول القانون ده فالكلام ما ينطبيش عليكم بلس ان انا اصلا حطت الشرط ده عشان سلامت العقلية مش عشان حد منكم اساسا وبيقولها ما تنسيش تاخد الجهاز من حماتك قبل ما تفضحك في حاجة تانية فبتقوله ان تانج قرر يخدهم معاه وهو راجع للمدينة اصلا عشان رايح دماغه وبتروح شين معاه وبتودعه ومو بتقولها امه انها لازم اول ما ترجع للمدينة تعزمها على الاكل عندها وبيركبه العربية وبيقعد تانج يودع شين وبيوعدها انه هيخلص شغل ويرجع على طول عشان ما يتأخرش عليها وبيحضنها ولما بتحاول تزقه عشان اهل واقفين بيقولها بس يا حاجة ده تلقيوا فرحانين اكتر مننا اصلا وبيكون في مشهد لدين مع الممثلة المشهورة اللي كانت هتطلع كديفة شرفه بتكون دين متوترة جدا بسبب ده ولما بيجي وقت التصوير بتعرف ان باية عشرين دقيقة والشمس تغروف فلازم يصوره بسرعة فبتتوتر اكتر وبتفضل كل شوية تغلط وده بيخلي له يعيد المشهد كتير وبيتعصب عليها فبتتوتر اكتر ومش بيعرفوا يصوروا المشهد وبيكرروا يعيدوا بكرة وبتفضل دين قاعدة حزينة في البروفة ولما بتشوفها الممثلة المشهورة قاعدة كده عشان بتكون عايزة تتضرب معها على المشهد وبتساعدها وبتتضرب معها وبتخليها تتخطى توترة وخوفها ده وبتشجعها وده لانها ممثلة شطرة بس التوتر بيمنعها من انها تظهر ده وبسبب كده تاني يوم بتصور دين المشهد وبيكون حلوة اول درجة ان له بيمدحها وبيتوقع ان الممثلة ساعدتها وبيعرفها ان طبيعة تتوتر بالذات ان كان الوقت قصير اصلا وبتعرف دين من شين ان الطفلة اللي بتصور معاهم بتفضل ترشي المخرج له بحلويات وبسبب كده هو بيقعد طول التصوير يهزر معاها وبيطول باله معاها فبتكرر تعمل زيها وبتروح تجيب له حاجات حلوة ومع انه بيكون مستغرب حركتها دي الى انه بيتأثر بالحركة وبيلاحظ توتره ده البطل بتاع المسلسل وبيقعد يقول له انتعارف ان دي راشوة صح؟ فبيقول له راشوة ليه فبيقول له عشان انت بتبقى مخيف في وقت التصوير فعلشان كده بتجيب لك حلويات عشان تهدى عليها شوي وبالليل بيعرف من المساعد بتاعه ان بكرة فيه مشاة تتصويره دين وهي متعلقة في الاسلاك فبيقرر يهزر يعرفها عشان ما تتوترش بكرة بس بيلاقيها متحمسة اصلا بتقول له انا شجاعة ومتعودة عن رياضات دي فبيضحك عليها وبيقول لها فتكر الكلام ده بكرة والضرابي على مشاهد الكويس عشان ما تنسهاش بكرة ولان قدت جنب قدتها بيكون سماعه هي بتتضرد طول الليل وبتصح عشان عمالها تنسى وبيكون مستلطفها خالص بس لما بتيجي الساعة اثنين بالليل وبيلاقيها عمالها تتضرب لسه وده بيخليه مش عارف ينام من زعائها بيروح يخبط عليها ولما بيعرف انها لسه هتكمل تدريب طول الليل بيقول لها لا اقمل اللي انا سمعه صدقيني انت حفظت المشاهد خلاص فروح ينامي بها عشان تعرف تركز بكرة ولما بيلاقيها مستغربة بيسمعها تسجيل الصوت وهي بتصوت فبتتكسف وبتعتذر منه وهي محرجة ويوم التصوير بتتوتر دين وهي بتصور ومش دين بس اللي بتكون متوترة وده لان له بيكون متوتر وهو شايفها وده لان المشهد بيكون خطير وفي مرة لما بتخلص مشهدها الاخير وبتكونها تنزل بيتقطع الحبل وبتفضل مسكة في حرف السور وبيتخضلو جدا عليها وبيطلع يجري عشان يسحبها الفوق وبيفضل يتكلم في الجهاز عشان يشجعها انها ما تستسلمش وتمسك كويس ومع انه بيتعور الا انه بيطلع عندها وبيسحبها على طول وهو خايف ليكون جرالة حاجة واول ما بتشوفه بتحضنه هو بيفضل يطبطب عليها وبيطمنها وبالليل بتروح له دين عشان تشكره وبتجيب له اكل عشان يكنه مع بعض ولما بتاخد بالها من قصة بتقلق عليه بس هو بيطمنها وبيقولها انه كان جايل عشان يعتذر لها لانه المسؤول عن التصوير والمفروض كان يتأكد من اجراءات السلامة اكتر من كده ولما بتلاقيه متضايق لسه بتقعد تهزر معاه وبتشكره عشان خليها تماثل وده لانها برغم انها عرضت حياتها للخطر النهاردة الا انها ما حستش بولا زر تندم وبتشكره على مساعدته طول اليوم فبيقولها انه بيساعدها وبيدعمها مش عشان الحلويات ولا حاجة ده عشان شاف قد ايه هي اشتغلت على نفسها وبزلت مجهود ولما بتروح تجيب حلويات تانية للو بدل اللي خلصت بتعرف من شن ان تانج تخاني مع المسؤول عن الحبل ونافى خوب ساب اللي حصل لها وتخاني معلو كمان بس بتقعد دين تدفع عن لو اللي هو الراجل انقذني وتصاب هو وبتعرف من شن ان دونج جاي بس مش بتهتم وبتلاقي شن دمية شريرة شبه تانج فبتكرر تشتريها له ولما بيجي دونج بيلاحظ ازاي دين قريبة طول الوقت من لو بيكون غيران جدا بسبب ده بس بيحاول يخبي ولما بيعرف انها بتجيب حلويات للسيد لو كل فترة بيتضايق ولما بتروح للو بيقول لها ايه دا ايه اللي جابك النهاردة مش انت بتجيبهم كل عشر ايام النهاردة التاسع لسه فبتقول له ايه دا هو انت بتعد الايام فبيتوتر وبيغير الموضوع وبيقول انه ناوي اول ما يرجع يروح لدكتور الاسنان عشان يطمن عليهم بعد ما اكل كل الحلويات دي فبتقول له خلاص مش هديك حلويات وهبقى جيب لك حاجات مرة زي الشاي وحاجات مش مسكرة فبيضحك عليها وبيقول لها لا يا سيدي كفاية المرارة اللي بشوفها في الشغل هاتي لحاجات مسكرة عادي وبياخد الكيس منها وبيرجع قدتهم وكل واحد فيهم متوتر اكتر من التاني وبتروح شيل لتانج اللي جيها اخيرا وبتديله الدمية اللي شابهه فبيقعد ينكر انها شابه وبيهزره مع بعض ولما بيدخل يستحمى بيطلب منها انها تنشف لشعره مع انها بتكون متوترة الا انها بتفرح لما بتقرب منه وتاني يوم بيكون عند دين مشهد كوبلة ولان دي كوبلتها الاولى بتكون متوترة جدا فبيجيلها دونج وبيحاول يقنعها انها طرف التعمل وهو هيتكلم معهم فبتقول له انها ممثلة ولو لغت المشهد هيأثر ده على القصة وبتمشي وتسيبه وبيقعد له يشرح لبطل الفيلم ازاي يمسك دين لما يقرب منها بس هو مش بيكون عارف بسبب ان ايده واجعاه فبيروح مكانه عشان يشرح له يعملها ازاي الفكرة بقى انه هو بيشرح بتكع بلدين وبيبصها بالغلط وبيكون دونج شايفه ممولع لدرجة انه كان هيروح يتخاني معاه لولا ان شين مناعته وبيكون الكل مصدوب من اللي حصل بس بيعملوا نفسه ما شافوش حاجة وبيكملوا شغله وهم محرجين وبعد التصوير بتقعد شين وهوان يرخمه عليها وهي بتكون هتموت من الاحراج وبتكون فرحانة انها مش هتشوفه بكرة وبتقعد هواان تقول عشان كده دونج كان متعصب لما شفته من شوية وبتفضل تضحك عليه وعند له بيكون قاعد يتفرج على الحتة اللي الكعبلت فيها دين وبيعيد فيها وهو فرحان وتاني يوم لما بيكون رايح في مكان وبيلمح محل حلويات بيقف عشان يجيب لدين شوية وبالليل بيروح لها وبيتذهلها ولما بترفض بيقول لها يا ست اعتبرها هدية اعتذار فبتكون محرجة جدا وبتاخدها منه وبتدخل قضتها ولما بيكونوا بيتصوروا سورة جامعية الاخر يوم في التصوير بيخليها تانج تقف جنبله عشان يكون هو جنب شين ولما بيرجعوا بتروح شين وتانج عشان يستلموا القط من العيادة اللي كانوا سايبينه فيها وبيفضل تانج يسأل الموظفة هناك عن ازاي اعتنوا بالقط ويالحاجات اللي عملوها في غيابه وبيقعد يحسبها بالواحدة فبتيجي شين وبتنقذها منه وبتاخده عشان يمشي وبتشتهر دين جدا بسبب الاعلانات اللي كانت مصوراها وعشان هي بطلة الفيلم اللي هينزل قريب وبيزيد عدد معجبينها بسرعة وبتطلع علشان تتعشى معه لو اللي بيقول لها انه عزم عشان يعوضها عن الدايت اللي خلاها تعمله قبل التصوير فبتقول له لا لو هتعوضني عن الدايت محتاج تعزمني يجي سبعين او تمانين مرة كمان فبيقول له امال وعيوني وبيعرفها انه راح لدكتور السنان وعارف انه يقدر ياكل حلويات عادي براحته اللي هو مستني حلوياتك يا موزة ولما بتطلم منه يصورها بيقعد يصور فيها وهو متأثر بجمالها ولما بتيجي تمشي بيديها هدية وبيطلم منها لنها تفتحها في البيت ولما بترجع البيت وبتفتحها بتلاقي الهدية عبارة عن دبوس شعر كان البطل الدل البطلة كاعتراف بالحب في واحد من الافلام اللي له اخرجها قبل كده فبتستغرب هو قصده ايه بالهدية دي بس بيكون عجبها وبتفرح بيه وبنعرف انه وصف انجل انه يعمله واحد شبه الدبوس ده مخصوص علشانها بس بيقول له هو الداه دي المين وبتعرف ام شين خبر معادتها من الاخبار وبتهزاها عشان ما قالت لهاش وبتزعل منها فبتكرر شين ترجع لبيت اهلها بدري شوية عشان تصالحهم وبيكرر تنجل انه يروح معيها واول ما اهلها بيشوفوه بيكونوا مش طيقينه بسبب اللي يعرفوه عنه من قبل كده ولما بيقعد يلعب مع اهلها بيقعد يحاول يكسب ابوها عشان يرضى عنه بس في كل مرة شين اللي بتكسبه وبسبب ده بيبدأوا يتقبلوه شوية بالزاد بعد ما بيشوفوه بيعمل شين ازاي ولما بيسألوه بيحب شين قد ايه بيقوم وبينزل على ركبته قدامهم كلهم وبيكسم انه مش بيحبها بس ده هيديها عمره كله فبيرضى اهلها عنه وبيتصاحب على ابوها كمان وبيفضل ابو شين يفضحها قدام تانج وبيعضي يقولها مش النهاردة موعدة التجمع السنوى مع زمالك من ايام المدرسة وقصح الولد اللي كنت بتحبين اللي اسمه هان ده هيجي ولا لأ فبيتكون شين عايزة الارض تنشأ وتبلعها وبتنقذوا مع الماقف وبتقوم ابوها من على الاكل فبيستغل تانجي الفرصة وبيعضي يسألها عن هان ده فبتقوله انها ما شافتهش من سنين وتلاقيه دلوقتي بقى دب واصلعه وبعدين انا هتجمع مع صحاب عادي وهاخدك معايا كمان بس ابوها بييجي في الوقت ده وبيعضي يقولها هيجي معاك يعمل ايه هو ما يعرفش حد هناك وبيخليه يقعد معايا علشان يلعب معايا فمش بيقدر يرفض له طلب ولما بتعرف دين ان لو قاعد لوحده بيشرب ومش بيحتفل بالعيد معاهم بتكرر تتهرب من اهلها وبتنزل تشرب معايا وبيحتفله سوا وفي حفلة لم الشامل بتاعت شين واللي بتكون هوان معاها بتقابل هناك هان اللي بيفضل يتكلم معاها ولما بيخلصوا بتلاقي شين تانجي مستنيها عشان يوصلها وهو بالمرة يشوف الولد اللي كان حبها الاول ده فبتضحك على غيرته بس مش بتضحك كتير وده لان هان بيجي يسلم عليها ولما بيعرف ان تانجي ده حبيبها بيتقلب وش اللي اتنين وبيقعد هان يقول لي شين انه فاكر انها كانت عايزة تدخل معاها نفسه كلية وعايز يعتذر عشان تخلى عنها بسبب انه اضطر يسافر ولسه هيبرر قطعو تانجي وقال له مبروك مش مهم وده لانها معايا دلوقت وحجتك ايا كانت فهي مش مقبولة وده لانه عنده استعداد يتخلى عن كل حاجة عشان شين وهو ما عملش ده وعشان كده خسرها فبيتأثر صحابها بكلامه وبيهنهم بعلاقتهم وبتقعد شين تتحك عليه وعلى غيرته وبتتماشى معاه هي بتقول له قد ايه بتحبه ووقتها بيوريها الالعاب النارية وبيتفرجوا عليها وهم فرحنين وبيرجع تانجي الاول وبعد اجازة الرابيع بترجع شين هي كمان ووقتها بيعرض عليها انها هتقابل اهل وده لانهم عايزين يعزموها عندهم فبتتوتروا بالقرر تعمل دايت عشان يكون شكلها حلو يوم المقابلة بس لما بتطلع تتعشى مع فنج ولو بيصروا عليها عشان تاكل فمش بتقدر تقوم وبتبوز الدايت ولما بيوصل له فنج اللي مش واعي بيعضي عدبه عشان سايب دين تدع من ايده فبيقوله انه خاف عشان هي اصغر منه وعايز لها الافضل منه فبيقوله انه غابي عشان هيسيب واحدة زيها عشان اصغر منه بتامن سنين بس ولما بتروح شين عشان تقابل اهل تانجي بيتلاقيهم لطاف جدا وبيضوها هدية عبارة عن فلوس عشان عارفين انها بتحب الظروف الحمراء وعشان ما كانوش عارفين يجابوا لها هدية ايه وبيقعدوا يشكروها عشان ريض يتاخد ابنهم وبيقعدوا يسألوهم هيتجاوزوا امتى فمش بتكون عارفة تقول ايه وبتشرب شين كتير مع ام تانجي لدرجة انها بتكون مش في وعيها وبتفضل طول الطريق وهم راجعين بتقول لتانج انها بتحبه وتاني يوم بيسألها تانجي عن الطريقة اللي عايزة يتقدم بيها فبتقوله مش مهم المهم انهم يكونوا مع بعض والباقي هسيبوا الابداع وفي يوم بيكون لو ودين وتانجي وشين هيتجمع عشان ياكلوا ويشوفوا النسخة المبدئية للفيلم ويوم هبتوصل دين بدري وبتدي لو الحلويات بتاعته وبتلاقي مجمع كل الهدايا اللي اديتهاله عنده في الدولاب فبتتوتر فبيقول لها لو تطلع تتفرج على الدوري التاني على ما الباقي ييجي فبتبعت لشين انها تيجي بسرعة عشان هي متوترة وهي الوحدها مع لو فبتكرر تستغل الفرصة وبتقول لها انهم تلع لهم شغل ومش هتيجي هي وتانج وبتقول لتانج انه لو لأ ان النسخة فيها مشكلة فهنشوفها يوم تاني وبتخليه روح يتغدى معاها وعند لولي لما بيلاقيه متأخر وبيعرض على دين تشوف معاه اول فيلم صوره وبعدين بيقول لها تتفرج على المشاهد بتاعت كواليس الفيلم على ما يخلص المكالمة اللي معاه واللي بتكون من فينج اللي بيقوله يستغل فرصة انهم مع بعض وان شين وتانج مش جايين وما يقعدش فكر كتير ولما بيلف بيبص عليها بيلاقيها شافت الفيديو اللي هو حافظه عنده بتاع لما اتكابلت وهما بيصوره فبتتوتر وهو كمان بيتوتر بس بيقرب منها وبيقول لها الفيديو عندك لو عايزة تمسحيه او تسيبيه وبيعترف لها بمشاعره فبتتوتر بس بيقول لها انه مستني اجابتها فبتقوله يسيبي الفيديو كذكره فبيفرح ولما بتسأله طيب احنا كده مرتبطين خلاص صح فبيقول لها اه ومش هيسيبك تبعدي عني او تنفسلي بعد اللحظة دي وفي يوم بيتصل تانج بلو عشان يساعدوا ان يصورهم في السر لما يتقدم لشين ولما بيرفض بيقعد يسر عليه فبيوافق لما بفتكر انهم هيبقوا نسايب فبيستغرب تانج هو وافق بالسرعة دي ازاي وبيستغرب اكتر لما لقى وقع العقد عادي فبيتوتر له وبيقول له اصني مهما كان شين صديقتي برضو يهمني فرحتها وبيقعد تانج وهوان ودونج خططه لتصميم الخاتم والتفاصيل كلها ولما بيحاول تانج يعرف مقاس ايت شين بيفشلوه بيكرر ويعملوه بالاحساس وخلاص وبيحاول دونج يتقرب من هوان ولسه هيقول لها انا سنجل وانت سنجل قالت له كمل جملتك وانا همدي ايدي عليك فبيسكت وبيقول لها انا بعرف اسكت امتى وانت رفضتيني بس انا عندي كوة خارقة تانية فبتضحك وبتقول له مستني اشوف وبيجي موعد عرض الفيلم وبينجح وبيقصر الدنيا وفمرة حاول تانج يتقدم لي شين وعشان كده عمل النسنان واجعية وخليها تنزل عشان يلحق زين البيت بس بيكتشف بعد مجهز كل حاجة انه نس الخاتم فبيلم كل حاجة تاني وهو بيشتم نفسه على غبوته دي وفمرة بتنزل دين معلوه ووقتها بيشوفهم معجبين وهما مسكين ايد بعض فبيصوروهم فبتطلب منهم ما ينزلوش الصورة حالية لحد ما يعلنوا هما الخبر قريب وبتكرر تصور فيديو معي عشان تعلن لكل خبر موعدتهم اللي هو الموعدة حاجة حلوة لها خبيها يعني ووقتها اعترف قدام الكل لانه حبها من اول نظرة ولما بيعرف ابوها وامها بالخبر بيكون ابوها غيران في حين ان مامتها بيكون فرحانة جدا ولما بتسأل هوان دونج على الرأي في خبر الموعدة ده بيقول لها انه فارق معاه وده لانها اخت الصغيرة اللي كبرت قدامه بس هو مشاعره متضرب عشان الطفلة الصغيرة اللي كانت بتلعب معها على طول كبرت فجأة ولما بتسأل شين تانج عن رأيه وده لان دين خايفة من رد فعله بيقول لها انه لو شخص كويس ومعندوش منع انهم يرتبته وعشان كده بيدعمهم فبتقعد تتكلم معا انها تعبانة في صف كل الشغل اللي كان عليهم الفترة اللي فاتت فبيقول لها انت اجازة من النهار ده فبتقول له لا انا عايزك انت كمان تاخد اجازة عشان اقعد معيك فبيقوم مغطي عيونها وبياخدها المكان وهناك بتلقيم زين المكان ومجهز من طوض ولما بيصير بيهم بتلاقي ألعاب نارية في كل حتة وبعدين بتلقيم جهز طيارات صغيرة واللي رسمت في السماء تتجوزيني فبتفرح جدا ولما بتلف عليه بتلاقيه نازل على رجبته وبيتقدم ليها وبتتجمع لعلتين وبيكرر تانج انه يعمل اتفاق ما قبل الزواج واللي بيكون عبارة عن انه لو اطلق هو وشين هينقل كل املاكه باسمه ومش هياخد منها حاجة وده لانهم لما بيطلقوا بتتقسم الاملاك بالنص وبتطلع عشان تتماشى مع تانج اللي بيكرر ينقذها من الاحراق ده وبعدين بيروحوا الاتنين يسجلوا جوازهم بشكل رسمي اخيرا ولما بتصور شين العقد بتاع الجواز وبتنزله عندها بيدخل تانج ويعمل زيها وبيعلونوا لكل جوازهم وهما فرحانين انهم مع بعض وبترجع شين عشان تشتغل في شركة تانج وبيرحب بها الكل وبيهنيها على جوازها وبالليل بتتجمع مع تانج ودين ولو ودونج وهوان عشان يحتفلوا ووقتها بيوريهم دونج الفيديو الفشل اللي تانج صوره لما حاول يتقدم لشين المرة الاولى ونيس الخاتم وبيفضل الكل يضحك عليها واول ما بيمشي الكل بيقول لو لدين انه بيحبها وبيحب حياته معاها وعايز يعيش معاها للابد ولما بتسألوا اذا عايز يتجوزها بيقول لها انه عايز يتجوزها ومستنيها مما تكون جاهزة للخطوة دي فبتشكروا على حبه ده وعلى انه اختارها عشان يمثل معاها وعلى كل حاجة وبيروح دونج وهوان للشركة عشان يتناقشوا بخصوص مزانية الازياء للفيلم الجديد بس النور بيقطع عليهم وبيتحفصوا في الشركة فبيكرروا يولعوا شموع ويقعدوا يشربوا مع بعض وشكل كده محدش هيقعد سينجل في المسلسل ده وبتلبس شين الفستان اللي صاحبتها صممته وبيكون تانجي مبهور بيها لما بيشوفها وبيروح الاتنين يتصوروا مع بعض صور حلوة وهم فرحنين وتتوتوتا خلصت الحدوتا وبس بكده بيكون خلص مسلسلنا النهارده اتمنى يكون عجبكم صراحة المسلسل لطيف واجواء وحلوة انصحكم انكم تشوفوه وما تنسوش الاشتراك عشان توصر لكم ملخصاتنا الحلوة اول باول ويه سلام